ورت من نفسي عملت الكثير من الترينينج حتى أطور من نفسي بسنة 2019 انضميت إلى المركز الكبير المركز الذي يعتبر من أساسيات تطوير الطب الأسنان بالعراق هو مركز الغدير انضميت للمركز العلاجي والمركز التدريبي وأيضاً لهم الفضل أنه يكون تطور في العراق وبعض المركز التدريبية في العراق محاضرة إن شاء الله اليوم راح تكون The Art of Restoring Posterior Teeth شلون نحصل Long Standing Restoration شلون نحصل Health Restoration كل ها راح نحشي بيها بالتفاصيل أيضاً شلون نحصل Healthy Interproximal Restoration محاضرة إن شاء الله ما راح أطول عليكم بيها كثير من tips and tricks أي شي مبهم أي شي ما تفهموا ممكن ترسلوا ليه بالأسئلة ونجاوبها آخر نهاية المحاضرة إن شاء الله ندخل مباشرةً بالمحاضرة نحن نعرف بالرستراتي في دينتستري We have successful rate and survival rate أي فلنج أعملها أي فلنج سواء كومبوسيت أو سواء أملقم بيها survival rate وبيها successful rate الـ survival rate مثلاً أنا أشتغل أملقم الأملقم محتمال تطول 20 سنة بس مو معناها أنه هي ناجحة أنا ما أنتقد الحشوات الأملقم لا بالعكس أو مثلاً أشتغل كومبوسيت وتطول فد عشر سنين بس هي أندر out of occlusion هذا مو معناها ناجحة فدائماً أحتاج أنه أرفع survival rate and also successful rate فشلون نرفعهم شلون نحصل long-standing restoration in posterior teeth شلون ندير restoration بشكل صحيح فإحنا أي بيش انتي جينا للعيادة للكلينيك نحتاج ثلاث شغلات in posterior teeth نحتاج الفنكشن أيضاً longevity شلون نحصلهم عدنا five steps always we follow أول شيء هاي الـ planning نضع الـ diagnosis and treatment plan بشكل صحيح ثاني شغلة نذهب إلى الـ preparation من نحكي على الـ preparation نحكي على الـ cav design with posterior teeth شلون نحصل cav design يضمننا أنه عمر الحشوى يكون طويل أيضاً المينلي related to the longevity of the restoration هو الـ adhesive أيضاً هم راح نشرح ونحكي عن الـ adhesive والـ generations الموجودة عندنا وشلون نحصل long-standing restoration layering and also finishing and polishing كل خطوة من هاي الخطوات هي متعلقة بالـ function and also longevity of the restoration لازم نحسبها بشكل صحيح ونمشي عليها بشكل صحيح وفق البروتوكالات الصحيحة أول شيء هو الـ diagnosis and treatment plan أي patient يجي لازم أخلي diagnosis and treatment plan بشكل صحيح آني أريد أسأل strength in the tooth بلازم أخلي diagnosis and treatment plan بشكل صحيح دكتور نبراس صوتي واضح 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 دكتور clear أمور زي الفور حلو حلو فنحن أول شيء أول خطة نبدأ ناخذ x-rays نبدأ ناخذ photography نشوف نخلي protocol إننا خاص نحن داعحشي على posterior teeth أول شيء أقرر direct or indirect يحتاج endo يحتاج deep margin elevation هذي كلها نعتبر هاي الـ plan مالتنا حتى نعرف أنه نحط plan بشكل صحيح وهذا بالتالي نحصل على good result and durability بال restoration فأول شيء شنون أقرر أنه أختار direct or indirect كل شيء مهم لأن نحن مو كل شيء نشتغل composite هذا فهد شيء خطأ لازم نعرف أنه نقرر نختار direct or indirect مثلا من يكون عندي small proximal books already we go for direct restoration when we have extra wide cervical distance or damaged books we go for indirect restoration restoration فمن ما لا نستطيع أن نسترجع كلاس 2 أو كونتاك بشكل صحيح already we go for the indirect restoration هذا أول أول شيء ممكن أنه نخلي باننا دائما diagnosis and treatment plan ثاني شغلة من يكون عندنا الكسب coverage نحن نيجي نشوف نقيس الكسب نشوف هل هي تحتاج direct or indirect نشوف الكسب إيش قد التكنس مالكة إذا كانت مثلا أقل من 2 مليم بشكل عام ممكن نحن نسوي reduction تعتمد هنا pre-molar molar endo or not endo هذا كله نقرر أنه نحتاج أيضا ال indirect وسترين كيف لتوت وكل مهم نعرف وش وكيف نستخدم direct وش وكيف نستخدم indirect direct من ما نستطيع نسترجع الكسب بشكل صحيح للمنشنال we go for indirect ما نقدر نرجع contact بشكل صحيح we go for indirect فكل مهم احنا ممكن شي نشتغل composite لازم نحط نخلي plan بشكل صحيح اول خطوة اول خطوة بنجاح كل ال indirect وال indirect in posterior teeth هو ال preparation واني دائما أخلي هاي الصورة الصورة لان السد ب design خاص انه يتحمل الضغط والقوة انه شلون نحصل design انه يتحمل stress وبي أيضا longevity لان احنا من نشتغل restoration ما نشتغل يوم long standing restoration يعني سنين كنا نعرف هسا اذا نجي نشوف الصورتين نشوف شنو المشاكل بيها نشوف اول شغلة بيها marginal break down marginal break down اكثر شي نشوف بالclass 2 اللي عنده قاعدة بيانات و follow up للrestoration ما لكنا شخصيا انا واحد من الناس عندي follow up اكثر شي شفته انه عندي marginal break down يعني تتعلق بالcavity الcavity design ما كان مالتي بشكل صحيح عندي unsupported animal عندي design مو صحيح فالضروري ننتبه ل الcavity design بعض الاحيان ادنى الclass 2 او ما راجع بشكل صحيح وهذا ايضا يتعلق بالcavity design فكل مهم انه نعرف شنو اساسيات الcavity design وشلون نسوي الcavity design بشكل صحيح احنا كنا نعرف الcavity design اللي تعلمنا اكاديميا بالكليات هو الاملقم ال retention boxes احنا نسوي الاملقم retention boxes حتى نسوي retention ميصر لالاملقم حتى نحافظ على الاملقم بس هذا يسبب اولا stress على الولز و stress على الروتز فيسبب بنا cracks or marginal breakdown ايضا marginal leakage فكل هو مو سبب الاملقم ابدا ما لا علاقة بالاملقم بس متعلق بالcavity design هذا هو jv black design قديم جدا حاليا بالنسبة للcomposite احنا ميحب sharp angles ولا ايضا نسوي convergent بالنسبة الاملقم حتى نحافظ عليه بمكانه بس هذا مو معنى انه الاملقم فتش حاليا الكافي design بالنسبة للcomposite اول شي نحتاج ال divergent وايضا rounded line angles مهمة جدا انه نسوي rounded line angles هذا منه سواننا يا دكتور ديفيد كلار 2007 انه سواننا الكافي design وجد انه كل المشاكل restaurative dentistry متعلقة بالكافي design فلذلك احنا نحتاج انه اول شي نحتاج ال divergent restoration on the tooth not in the tooth حتى نقلل on the tooth لان احنا نتعامل ويا compost compost restoration ما تحتاج ال retentive boxes تحتاج انه احنا نحتمد على البوند for retention واللونجيبي ما الته في الكافي design mainly related to the longevity of the teeth شنو هذا الكافي design مثل هذي نسمي انفيني مارجن انفيني مارجن شنو معنا مارجن واضحة مثل زهرة الكالالي اللي شاهدها دكتور دايفيد كلارت انه هذه ما بي هي اول شغلة نسويها انه تكون هي على شكل صحن صحن هذي حتى نقلل الس نقلل على الطاقة و على الطاقة ايضا نسوي بيفل الضروري ليش ضروري حتى نحصل ماكس رتانشن يعني معنا ماكس اكس بوجر رتانشن يعني ذات نلاحظ هنا البوكس احنا نفتح ما نخلي هنا نزيد الماكس اكس بوجر رتانشن هذا معنا زيدنا البوندين سيرفز وهذا مانلي رلات لالونجي بي رستوريشن يعني حصن رستوريشن ايضا البيفل والفنش اف المارجن ابرمان ابرمان اردوص لائن دماركيشن دائما من نعم سببه هذا انه عندي انسابورت بريزم اف انا هذي انا من فنشه هاي ايضا راح ضعف لالبوندينج لذلك الضروري انه انفنشه انفنشه اه 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 تنشن بيرز او كاربايت بيرز او بيرز انا احب الويت اركانساس بير ايضا يكون راوندد مثل ما حتشين راوندد الانترنال او الساوسر على شكل صحا حتي يمتصل ضغط من الامستكياتي راوندد بذلك يقليلنا الفورس على التوث وبذلك يقليلنا الكراكس والميني الكراكس وبالتالي يصير مارجنال لكيج وهذا بعدين يسوينا في المهم جدا انفنش الكافتي ويقران ويقران ايضا نجي نجي ايضا ايضا كلش مهم الحشوة تكون على السن وليس في السن شنو معناه يعني انا من عندي بوكل يفضل انه انا افتح هاي المارجن حتى اقلل الوالز اللي يصير من عده شرينكيج وبذلك انا قللت السي فاكتور ومن قللت السي فاكتور قللت المارجنال بريكداون وهذا يتعلق مباشرة باللونجي في ال دائما انه نقلل السي تريس على التوث ونحصل دائما راون ديد لاين انجلز العفو الكاب دزاين اذن متعلق مباشرة بنجاح اي حشوة موجودة عدنا وهذه عن تجربة شخصية كل الكيس اللي سويت لها فالوأب وجدت مارجنال بريكداون المارجن فيها لكيج أو بريكداون مكسورة شنو سببها سببها ابدا مولك لا سببها الرئيسي هو الانسابورت والنوت فينش كافدي وايضا نوت راون دائما معتمد على الريتين توف بوكس لأن باقي البالي الريتين توف بوكس أو جي بلاك بوكس الريتين من الاكاديميا يعني تعلمنا فلازم دكتور هنا يسأل فينا بعد إذنك سي فاكتور ممكن توضحنا بنقطة بسيطة c فاكتور هو باطمة حفلة حفلة يعني أعلى c فاكتور لأن أنا أكثر حفلة أما الجد أقل هل ف一樣 الصح survival ي Iowa rine موسيقى موسيقى الموسيقى إحنا البوكال واللينجوال نسوي بيفول، هذا شيء طبيعي نسوي بيفول، أول شيء رح يزيدنا الروتينشن الماكزمام بوندنج، فيزيدنا الروتينشن، زين إحنا الإجابات البروكزيمالي فقط دكتور كاتبين صح، إحنا الكلوزال سيرفتس ما نحتاج بيفول، هو أردي بيفول، لأن الدياركشن، الدياركشن ما للكتنج أوف انام الروتز، إنه بطريقة هي أردي بيفول، فأنا ما أحتاج بيفول، بس شنو أحتاج؟ أحتاج شيء مهم، أحتاج الفينيشن، دائماً أحتاج أفنش الكافيتي مالتي، أفنش هي، أما بكالبايت بيرز حتى يكون مثل السكين يقطع الانامل رودز، فتكون مفنشة أو أستخدم الستون بيرز، أو نستخدم الفيشر بيرد، وبعدين أي فينيشن بير نقدر نفنش بي التيبرت بير فالبيفول، نحتاج كل الكافيتي إلا الإقلوزل، نحتاج نسميه مني بيفول، هذا أيضاً يزيدنا الروتينشن، ونضيع الـ line of demarcation نعم، نعم، واضح دكتور؟ واضح دكتور، يعني الإقلوزل ميني بيفول، لا يحتاج البيبل الكبير؟ ميني بيفول، نحتاج ميني بيفول، نحتاج ميني بيفول، أو نحتاج فينيشن، احنا أهم شيء الفينيشن، حتى نقلل الـ unsupported prisms of the animal، من نقللها؟ راح يزيد عندنا الـ unsupported prisms of the animal، هذه راح تقللنا الـ bonding، لأننا الـ bonding هناك ميكانيكال، فراح تقللنا الـ bonding strike، فضروري جداً أنه نفنش الكافيتي، ونحتاج البيبل بالـ occlusal tear، لكن نحتاج إلى الـ finishing، واضح لنا إن شاء الله، واضح دكتور هلآن نتكلم شوي عن الـ adhesives، عن الـ generations الموجودة، ويا generation نستخدم، وشنو الأفضل؟ الـ adhesive or bonding هو mainly related to the longevity احنا كل شيء، شغلنا خطوة خطوة، احنا متعلقة بالـ longevity and function، وآخر شيء ممكن أنه نفكر بالـ aesthetic أنه عندنا وقت وقادرين أن نقدم aesthetic، نقدر نقدم، بس الأفضل نفكر بالـ function والـ longevity، وآخر شيء نفكر بالـ aesthetic and posterior teeth، الـ interior teeth لا، الشغلة راح تنعكس بالعكس فالـ bonding عندنا generations، أول generation، وهو الـ h and rins system، وهو الـ 4 generation، هذا يعتبر الـ gold standard، هذا شنو؟ نحتاج، هذا total H، أول شيء يجي، لازم نستخدم الـ acid H، ضروري، لازم الـ acid H، حتى نشيل الـ bonding strength إلى 51 أو أكثر 51 ميجا باسكال، فيعتبر الأقوى، شنو مشكلته؟ مشكلته أنه أول شيء ممكن يسببنا sensitivity إذا كان استخدامه غير صحيح، ممكن time consuming هم يعتبر، بس هو يعتبر الـ gold standard، يعني الأقوى، أيضاً شون استخدامه، نستخدم acid H، total H، dentine and enumal، نطبق الـ prime، المدة 20 ثانية، من نغسل هذا الـ prime، من نسوي لـ light cure، ورا العشرين ثانية، نطبق الـ adhesive، commencerت تمز lever فإزال نستخدام فإستخدام بالخيوم، نستخدام الضوء، كما انت دول classroom أول شيء هو ذلك من تعليم السلطة، موافل المسلمين، حتى نرسل هذا الـ الأرسل، مشكلcz оказ� جميل مثيرvel يوجد جميل الأخول على زل الم içinde bumps popping up, already I didn't think we had enough help طبطوهم وجمعوهم بوتلز واحد هذا البطل هو الفايف جنوريشن هذا الايضا نسوي توتل اتش للدنتين والانامل ونطبق الادية في مدة عشرين ثانية وراء ليتكيو هذا هم ايضا الاد البوندينج مالتي يوصل البوندينج سترينج توصل الى ستة وثلاثين ميجا باسكال هم يعتبر جيد مشكلة انهم ايضا ممكن يسبب بنا بالاسنان لان احنا نعرف الاسد اتش هو السبب احد الاسباب الرئيسية الكثير من السنسي فيتي بالاسنان الخلقية فهذا شنو عدنا عدنا اول جنوريشنين هو الجنوريشن الرابع والجنوريشن الخامس الهو التوتل اتش اول الجيل الرابع هو ثري ستيبس الجيل الخامس هو تو ستيبس هنا جمعونا البرايمر والادية في ونبتل الخامس فممكن نستخدمه ايضا ويمطينا جيد الاسباب الجيل السادس الجيل السادس هنا نسميه سيلف اتش سيستم هنا شنو جمعونا طبعا سيستم 2 بوتول انو الاسد والبرايمر الاسدك برايمر يجب وايضا بطل الاسدك برايمر يعني مبعد ما نحتاج احنا نحتاج فقط الاسدك برايمر هذا هو حل محل الأسد الأسد فهنا وأيضاً العديسة يجيب وان بطل فممكن إحنا هنا ما نحتاج الأسد لكن بعض الدراسات وجدت أنه هذا الأسد كبرايمر موجود بالبطل الأول غير فعال ويا الأنمول فقالوا أنه نستخدم الهو نخلي الأسد الأسد على الأنمول يعني نخلي فقط على الأنمول وراء نسوي لأنه يحتوي على أسد كبرايمر لمدة عشرين أو ثلاثين ثانية ننتظر عشرين ثانية ما ننسوي ليتكيور ما ننغسل مجرد هو بسيط هو ما يفضل هو طبعاً ننشفه بأي بوندن بريش ناشفه وراء نطبق الأدهيزيب نسوي ليتكيور وراء نكمل نسوي ليتكيور مجرد هذا يعتبر مجرد ستاندر يوصل إلى خمسين ميجا باسكال أو خمسة أربعين ميجا باسكال وهذا موضوعًا بسبب الهوضوع من المجرد أنا حقيقة أفضلت أن أشرحهم حتى تكون صورة لأغلب الناس أنه يعرف يا جنرايشن أفضل شلو التكنيك الأفضل الآن إحنا الـ 7 جنرايشن هنا خطأ طبعاً هنا 7 جنرايشن اليونيبيرسل اليونيبيرسل هو أيضاً هنا جمعوننا الأسد والـ 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 شنو مشكلتها هنا مشكلتها أنه ضعيف يعني إحنا ما نقول ضعيف يعني يوصل إلى 30 ميجا باسكال أو يوصل إلى 31 ميجا باسكال يعتبر جيد الأسد والـ ضعيف على الـ لذلك إحنا ممكن أن نستخدم تكنيك على الـ ومنع ما يحتاج عدين تين يسوي إتشينغ و سكرابينغ وبعدين بوندنغ هسنا شنو عدنا؟ عدنا أربعة جنرايشن هات كلهم متعلق كلهم بيهم عدنا أول شيء الـ يوصل إلى 50 باسكال ميجا باسكال والـ نفس الشيء هذا الـ أما الـ 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 يعني أقل لكن هو جيد ويعمل فالآن هسا عندنا صارت صورة واضحة أنه شون نستخدمهم إذا أريد أدقل للـ فأنا استخدم الـ حتى أقل للـ لأن ما أستخدم أورا 6 لأن ما أستخدم acid H على دنتين فقط على الأنمال ولذلك ممكن أن أتخلص من أغلب السنستيفيتي الموجودة عندنا أنا هنا عندي ملاحظة كل شيء مهمة متعلقة مباشرة بالـ الـ دكتور نحن ملاحظين من نشيل كومبوزت قديم أي كومبوزت خاصة كلاس 2 من نشيل كومبوزت قديم بالبوكس من وصل للبوكس أنه تنشال القطعة الكومبوزت قطعة واحدة آخر قطعة شون السبب برأيك السبب الرئيسي هو الـ مصائر بشكل صحيح فهي طبعاً أنا أضعي لكم هنا دراسة ممكن تطلعون عليها وشوفون أنه قد مهم الـ وكنا ملاحظين من الشيء الكومبوزت قديم عندما نقوم بشكل كومبوزت من نوصل للـ سبب الرئيسي الكومبوزت كله يطلع قطعة واحدة بالـ معنى أنه هذا مصائر أي بوندينج كورينج للبوندينج ومعنى ما عندي أي سترينج للبوندينج فهذه الدراسة تقول إذا كان العمق الـ خلق حدود ستة مليمتر البوندينج الترينج تكون حدود عشرين بالمئة كيفما أنه أنا إذا طبعاً في فرض ما أنه الكورينج عشرة ثانية فهي العشرة ثانية العشرة ثانية غير كافية أنه سوينا فول كورينج للبوندينج فكلش مهم ننتبه أنه لازم يكون فول كورينج للبوندينج لأننا قد نحصل سترينج من الـ لأن هذا الـ يصير علي تكرار بس بالفلور أو السيرفايكل أريا أو الجنجايف أنا ما محصل من عنده أي بوندينج سترينج فمهم جداً فمهم جداً بهذا الحل نسوي دابل كور يعني إذا نخلينا الـ سيكون بعد السيرفايكل أكثر من عشرة مليمتر فهنا تخيل البوندينج سترينج إذا سوينا عشرين ثانية بحدود عشرين ميجاباسكال فيكون جداً ضعيف يعني أقل يعني أقل من عشرين فليحتاج أن نسوي للبوندينج أجنت للبوندينج أجنت أكثر من أربعين ثانية ضروري جداً ولازم يكون مالتي أعلى من ألف لازم الشدة مالة تكون أعلى من ألف أو بحدود ألف ألف ومويتين فضروري ننتبه لهذه النقطة حتى نحصل للبوندينج أجنت لازم لازم ننتبه للبوندينج جزائر وهكي في بعض الكلمات مش فاهمينها فبنستعين ببعض الترجمة بس مني كالمحاضرات السابقة فنبك تمهلني بس بعد كل يعني حاجة تقولها تمهلني عشرين ثانية أو هكي الدكتور ملخص هذه النقطة دكاترتنا طبعاً في من نسأل معنى لونجيفتي معناها عمر السنة أو كم بقاء السنة عمر الحشوة وكم بقاءها داخل السن هذا معنى كأن لايف تايم يعني العمر الافتراضي دكاترة النقطة هذه اللي نوع عليها دكتور وهي لايت كورينج أي بمعنى وضع الضوء على السن في حالة أني أنا ينبي الكمبوزيت يصيل له سيتينج والكمبوزيت يصل إلى كامل القوام الصلبة فأنت هنا محتاج لو كان عندك كافيتي عميق جداً محتاج أنك تخلي الضوء لمدة أكبر من الكافيتي اللي يكون شلو الكافيتي اللي يكون بسيط لماذا بحيث أن قوة البوندينج أو الترابط تزيد أكثر قداش قلت لي دكتور المدة تقريباً أربعين ثانية المفروض أكثر من أربعين ثانية مفروض أكثر من أربعين ثانية يعني مفروض المدة تطول شوية صح ترك جداً مهمة هذه أطباءنا أمانة أغلبنا مش مركزين عليها فبحيث أنه ما يفشلش منك الارتباط حاول لو كان عندك كافيتي يكون كبير ويكون عميق حاول أنك أنت توصل المدة لمدة طويلة بالإضافة لقوة أو الضوء هذا تكون أكثر من ألف ضروري تعدل علي أكثر من ألف تفضل دكتوري ضروري أيضاً نبحث الـ لأن مرور الزمن البطاريات تضعف لذلك يفقد فعاليته وشدته وأيضاً ننتبه الشغلة ثانية الـ أنا مو قريب الـ لا أسوي تدريجياً فمهم هم ننتبه هذه النقطة بس لازم أو إجبارياً لأن إحنا داقسنا بأي بريو دينتال بروب ممكن نشوف تكون عادةً أكثر من 10 مليمتر فهنانا مراحة نحصل أي بوندنج سترينج فمهم جداً ننتبه أنه يكون بحدود أربعين بس متقطعة مو مستمرة حتى نمنع والسؤال هذا أنت حالياً جاوبتها لأنه كان مسؤول هل هو متقطع الضوء أو يكون مستمر فهذا موجود السؤال هو عشرين ثانية متدرجة يعني تدريجياً جميل وهاي الدراسة موجودة جوا ممكن يبحثون عليها ويقرونها يعني يعرفون شنو التفاصيل مالتها نعم تمام هنا دكتور نبراس تفضل أيضاً أحد العوامل أو الأسباب التي تتعلق بالـ عمر الحشوة أنا الحشوة ما أفرض أنه عمرها خمس سنين لا أنا لازم أخلي بالي أنه عمر الحشوة يكون أكثر من عشر سنوات أكثر من 15 سنة أنا أحس بأحد أفراد عائلتي فلازم أشتغل شغل أنه يكون يطول لذلك بداية المحاضرة قلت أنه الدايجنوسيس أنه مو يحتاج إن دايركت رستوريشن وأخليه أنا أحتاج سترينكثين فغروري جداً بعض الزملاء أن يقولوا لي لا إحنا العوامل المادية والاقتصادية ممكن إحنا نسوي نسوي دايركت بس نعملها بشكل صحيح ونتبع البروتوكول الصحيح حتى نحصل أيضاً أحد أسباب العمر الطويل للحشوة هو الإيزوليشن شنون؟ لأنه راح ينطيني أول شيء dry and clean field كنا خاصة بالأجواء الشتوية نلاحظ أنه خاصة ماذا ما استخدمنا رابردام نشوف الهوميدي للصير على الميرر دينتل ميرر فهذه كلها راح يصير بين طبقات الكمبوزيت وتضعف لي الكمبوزيت والادهيزم وأيضاً تضعف لي البوندين خاصة البوندين بعد الكيرين يصير هايدروفوب هايدروفوب فضروري جداً أنه نسوي control or control for the humidity inside the patient mouth فأحد الأسباب طالة عمر الحشوة هو الإيزوليشن فكلش مهم ننتبه للإيزوليشن لأنه هو mainly related to the bonding and bonding and bonding لا دكتوري هذه بعددنك لحظة الدكتورة هنا إذا كاترتنا يقول لنا حاجة مهمة بغض النظر أنت في أي بلد أو في أي مدينة بغض النظر أنت هل يتبع في البروتوكول هذا أو ما يتبعوش فيه جداً جداً مهم موضوع الإيزوليشن ليسبب أحكي عليه دكتور وهو قصة الارتباط ما بين الحشوة وما بين السنة أحياناً أنت متشوفش أنه فيه لعاب سقط على السنة أثناء وضع الحشوة ولكن الفكرة الدكتور يتكلم على الهوميديتي ما معناها؟ معناها الرطوبة يعني فيه درات من الرطوبة جي بين حشوات الكمبوزيت وأنت تحط فيها يعني طبقة فوق الأخرى فهذه الضعف في قوة الترابط فحاول قدر الإمكان أنك أنت تستخدم الربردان في شغلك لو حاب أنك أنت تعرف كمية الرطوبة حاول تاخد ميرور وتحطها في فم المريض ستشبح البخار البخار هذا هو نفسه موجود ما بين البوندينج وما بين الكمبوزيت لو أنك تشتغل من غير الربردان تفضل دكتور فاذلني دكتور على المقاطعة غصباً علينا أن نرده الكل حلو حلو هنا سيشروع لدينا الكابيتي الكابيتي يكون بشكل راوندد يكون بشكل صحيح رموك كل هذه المقاطعة ورا نجي نطبق البوندينج البوندينج نفعله double curing عدنا isolation جيدة هذه كلها متعلقة بالlong standing restoration يعني عمر الحشو راح يكون جداً طويل ويكون بشكل صحيح وتخلصنا أيضاً من السنستيفيتي ومشاكل لأن احنا أهم شي الفنكشن واللونجيبيتي بالposteriority أيضاً نجي لأحد العوامل المرتبطة بالكمبوزيت هي الهاندلينج of the composite شونا أقصد بالهاندلينج of the composite يعني أنا أتعامل تعرفون الكمبوزيت هي injectable materials حسب bioclears نحن نتعامل الآن أغلبنا يشتغل layering لازم أختار نوع يكون شيء جيد إنه ما يترك لي فراغات بين الليرز لأن هاي الفراغات راح يصير marginal leakage ورح السبب من المشاكل فالهاندلينج كلش مهم إنه أتعامل ويالكمبوزيت بشكل إنه تكون free of bubbles فلاازم ما عدنا أي layer لازم نحتاج prime حتى نسوي good adaptation for the composite and also good instrument هذه كلها أيضا layering متعلق بالlongevity وأيضا نقلل layers حتى نقلل stress shrinkage stress وبالتالي أيضا هم يتعلق بالlongevity الآن أحكي قليلاً المورفولوجي السؤال هنا شنو يتعلق المورفولوجي بالlongevity of the restoration هذا سؤال أنا بس إليه شنو علاقة المورفولوجي أنا من أشتغل anatomy شنو علاقة الاناتومي بالlongevity of the restoration من تكون من تكون من تكون من تكون من تكون من تكون هي ممكن أنه ما بيها sensitivity ما بها مشكلة بالعكس مرات تطول سنين كل شواء المشكلة أنه المشكلة أنه المشكلة يعني صر عليها كل شي قوي فممكن أن تصرف يصير فالرستوريشن ديزاين مايلي باللونجيوتي يعني الرستوريشن ديزاين إذا كانت بشكل جيد مورفولوجي وأدافت دويل راح أيضاً تتعلق باللونجيوتي فكلش مهم أنا ما أقول أصرف كل وقت على المورفولوجي بس ضروري أنه البيسيك مورفولوجي يكون بشكل صحيح حتى أمنع الفلات رستوريشن لأن الفلات رستوريشن معرضة للكسر أكثر من الأناتومي كالرستوريشن فأيضاً أحد أسباب نجاح الرستوريشن هو المورفولوجي أنا ما أقول أنه لازم يعني أكثر كاست تيرشيري أنتومي وسكندر أنتومي لا بالعكس أنا سيمبل أنتومي بات بات كوريكت أناتومي فمهم جداً أنه ننتبه الرستوريشن ديزاين موضوعاً يعني دكتور هنا اللي تبي توضح أن الأناتومي نوعاً ما يعتبر حاجة أكيد يعتبر ويعتبر يزيد عمر الحشوة لأن أول شيء أنا متعامل ويلاييرز كلش قليلة وبالتالي قل الشرنكج وقل الشرنكج من قل الشرنكج قل السنستيفيتي وزادة اللونجيفيتي فهذا كلش مهم وأيضاً نقلل السيتريس على الطوث وعلى الحشوة هنا دكتور يحكي وكأن عمر الحشوة المسطحة أقل من الحشوة التي تحتوي على المرتفعات والمنخفضات بكل بساطة الأماكن هذه المنخفضات والمرتفعات هي أماكن لهروب الطعام أثناء المضل فأنت لو حاولت تخلي الحشوة المسطحة الحشوة المسطحة هذه تنزل عليها كمية قوة أكثر من الحشوة اللي أنت مرجع فيها الأناتومي أساساً فحاول أنك ترجع الأناتومي ولو بشكل بسيط بحيث أنك تزيد عمر الافتراضي للحشوة فضل دكتوري صح يعني الآن راح نتكلم شوي عن posterior interproximal restoration هم أيضاً هذا أكثر شيء ممكن أن نشوفها بعياداتنا وأكثر شيء لازم نديرها بشكل صحيح ونشتغلها بشكل صحيح لأنه هو mainly related to the patient longevity restoration longevity and function أكثر شيء نشوفها بعياداتنا هو class 2 restoration أكثر شيء لأن أغلب restoration تقريباً 80 أو 90% من restoration هي تقريباً هي class 2 سواء endo or vital key فلازم نستعيد interproximal surface بشكل صحيح ونستعيدها بشكل healthy كيف نستعيدها وشنو نحتاجها أول شيء أنا ليش أشتغل ليش أشتغل class 2 بشكل صحيح أول شيء راح يسبب لي food impaction إذا ما اشتغلت بشكل صحيح راح يسبب لي food impaction الفود impaction شنو راح يسوي لي راح يعمل أنه يصير عندي recurrent راح يسوي لي تسوس أما بالأسنان المجاورة أو يعمل لي تسوس تحت الحشوة فهذا مهم أنه ننتبه نستعيد ال contact بشكل صحيح أيضاً هذا ممكن يسبب لي periodontal disease ممكن يسبب بوكت ويسبب إزعاج للبيشينت فكل شيء لازم أنتبه وأيضاً يسبب لي masticatory discomfort أنه البيشينت من يكون عنده جهة من الجهات بها بوكت أو بها open contact راح لا تلقائياً يحول على الجهة الثانية وهذا راح يسبب لي مشاكل بالexclusion فلازم أو لا جداً ضروري أنه ننتبه ونعرف شلون نستعيد ال class 2 بشكل صحيح فأول شغلة نحتاجها حتى نبني ال inter proximal wall بشكل صحيح نحتاج matrix system The matrix system act as a support for the restoration يعني الماتركس هذا يعمل لي support the restoration أثناء ما نعمل ال class 2 ويمنعني يمنعني أنه يصير وأيضاً نسترجع ال contact بشكل صحيح عندنا نوعين من الماتركس الماتركس والسيكشنال ماتركس الماتركس الماتركس هذا كنا عندنا بالعيادات اللي هو التفلو ماير والسوبرمات وهي أنواع هذا يحيط بالسن كنا موجود عندنا هل يعطي contact بشكل صحيح خلني نجي شو لا ما ينطيني contact بشكل صحيح أول شي رح ينطيني more occlusal position of the contact point يعني ال contact point رح تكون more more on the occlusal more occlusally رح يترك لي big رح يترك لي كبيرة وهذا رح يسوي بشكل صحيح وهذا ما رح ينطيني contact بشكل صحيح أيضا المارجنال رج مثل ما موضحه هنا بالصورة المارجنال رج عادة من نشتغل به يصير تكون disiplaced يعني تكون باتجاه السن المجاور وهذا أيضا هم رح تنطيني good impression area وأيضا ما رح ينطيني contour ينطيني straight contact معناهم أيضا not correct contact point إلى استخدامات أكيد إلى استخدامات وظروري لازم يكون موجود عندنا بالعيادة بس هو نستخدمه فقط للضرورة أما تستعيد class 2 بشكل صحيح بالcircumfential matrices هذا شي خطر أيضا نحكي على longevity الcontact من نعملها بالcircumfential matrix تكون حجمها أقل من الcontact يعني الفلنجز يكون حجمها أقل من الcontact العامليها بالsectional matrix لذلك تكون عمرها أطول الفلنجز المعمولة بالsectional matrix تكون عمرها أطول من الفلنجز المعمولة بالcircumfential matrix لأن الحجم الحشوة سيكون أكبر وأيضا هذا الحناء بالفلنجز يقلل تكون عمرها أطول من الفلنجز المعمولة بالcircumfential واضح دكتور؟ واضح دكتور واضح فشنو استخدامات الصرcumfential matrix؟ أول شي من يكون عندي بوكل أو lingual palatal involvement of your preparation يعني أنا عندي class 2 أو class 1 بس عندي بوكل أو palatal involvement يعني الكابتي ممتد palatally هذا ما معقول أنه استخدم sectional matrix هذا ما رح يصير أيضا من يكون عندي free-end class 2 من يكون عندي سن مقلوع فما أقدر أسوي support sectional matrix بهذا المكان فأيضا لازم نستخدم circumvential matrices أيضا من يكون عندنا deep margin deep margin elevation هو حل سحري لتفلع ماير نقدر نسوي به deep margin elevation بعض الأحيان نحتاج من يكون عندنا M.O.D. cavities من يكون عندنا M.O.D. cavities من يكون عندنا M.O.D. cavities لذلك منقدر نستخدم circumvential matrices أيضا ممكن نستخدمه من يكون عندنا negative cervical area width شنو أقصد بال negative cervical area width أقصد من يكون عندي class 2 ويكون السن المجاور displaced toward the box خاصة هذي نشاهدها بين ال contact بين الفور والكنين يعني أنا عندي ميجيال class 2 بالفور وعندي الكنين متجه more distally يعني باتجاه الكافتي فهذا negative cervical area هذا ما أقدر أستخدم به sectional matrix فهذا ضروري أستخدم به circumvential matrix اللي هو هذا اللي يحيط بالسن فهذا استخدامات السؤال هو ينطي contact ينطي contact بس غير صحيح ينطي contact نقدر non anatomical فإحنا نستخدم هاي الاستخدامات لكن لا نعتمد عليه في استعادة interproximal restoration النوع الثاني هو sectional matrix sectional matrix كلنا شايفينه ضروري جدا تعليق تشغير في بعض الزملاء يسألوا ما معنى M-O-D دكاترتنا M-O-D هو meso occlusal cavity يعني الكافتي اللي يشمل السنة من اليمين ومن اليسار occlusally هذا معنى M-O-D ماشي تفضل دكتوري صح صح sectional matrix ضروري جدا أنه يكون عندنا بالعيادة sectional matrix ليش حتى نسترجع ال contact بشكل صحيح لأنه هو الماتريكس الوحيد اللي يسترجع لي ال contact بشكل صحيح أول شي موقع ال contact أول شي لازم تكون من مليمونوس إلى مليمين وتكون between the transition between the middle and the closed there بالضبط أنا محددها بال blind أنه يكون هذا موقع تكون بحدود مليمونوس إلى مليمين هذه تعتبر هي contact point ويفضل أنه تكون contact area ليس contact point حتى نضمن أنه تكون هاي strong contact يعني heavy contact لكن تكون cleansable يعني نقدر ننظفه بس بنفس الوقت contact قوي وأيضاً لازم ننتبه أكفت شي نسميه the occlusal impression هذه the occlusal impression نعملها أثناء the modeling of the composite هم راح أشرح إن شاء الله بالفيديو آخر المحاضرة إن شاء الله أيضاً the sectional matrices عدنا كل شي هاي نوعيات موجودة عدنا بالأسواق راح أشرح عليها وشلون نختارها بروري جداً أنه من أسترجع class 2 or inter-proximal restoration لازم تكون عندي هاي الماتريسي الماتريسيز عدنا metal or stainless steel عدنا translucent miler وعدنا تيتانيوم flexible كل هاي الأنواع موجودة يا هي الأفضل أنا ماكو شي اسمه الأفضل أكو شي كل شي وإلى استخدام stainless steel تكون شغولها سهل تجي بيها flexible وهارد يكون thickness ما لاتي control يكون ال adaptation ما لاتي control translucent miler مثل شركة بايوكلير سعرها غالي تنطي كونتور صحيح لكن الهاندلنج شوية أصعب not adapted يعني بيها هوايه أيضاً عدنا التيتانيوم flexible هذي هم ممكن تفيدنا وأيضاً عدنا كل الماتريكس بي ثكنس كل الماتريكس بي ثكنس الثكنس تبدي من 30 مايكرون إلى 75 مايكرون شلون نختار الثكنس كل ما تقل تنطيني تايت كونتاكت كل ما تكون مثلاً 30 35 مايكرون تنطيني تايت كونتاكت وأيضاً لكن شو المشكلة بيها من تكون الثكنس قليلة يكون الهاندلنج صعب والادابتاشن ما لاتهم أيضاً صعب والديفورميشن يكون بيها سهل يعني هواي مرات أنا أشتغل يصير بيها يعني تتطعج يعني تتعفل يعني استخدامها مرة واحدة ومعاش ممكن تستخدمها هو طبعاً كل السكشن الماتريكس استخدام واحد لأن الأكثر من استخدام راح يصير بيها ديفورميشن وأيضاً البوندينج ممكن أنه يلتصق بيها وهذا راح يزيدنا الثكنس فهذا مهم جداً أن يكونوا استخدامها فقط مرة واحدة أيضاً عدنا الخمسين مايكرون وعدنا الخمسة وسبعين مايكرون السؤال هنا إذا كانت عندي السكشن الماتريكس بحدود خمسة وسبعين مايكرون شلون راح هذا يتركي أوبين كونتاكت شلون أتجاوز هذه شلون أتجاوز الثكنس نحشي هسا نحشي هسا أيضاً عدنا هنا الكوك فليكس ماكس هذا الديفورميشن مال تقليل شركة بوليتينشية انتجته يعني صار له تقريباً سنة سنتين حدود ثلاثين مايكرون السفريشن نحتاج أقل طبعاً أيضاً عدنا وكاننا أتجاوز مختلفة كل الماتريس تأتي سائزات مختلفة وأحجام مختلفة قسم يقسموها small, medium, large المترجمات، المال والمرض والمال وأيضاً بعضها يأتي بها ممترجمات كلها شلون نحن نختار السائز السائز نختارها عن طريق أما تقديرياً أو نفضل نسوي البروبينج ونختار لازم تكون بحدود 0.5 مليمتر نصف مليم أو مليم أعلى من المارجنار ما للأجيسن توت وأيضا تكون مليم أو نصف مليم باتجاه الوجه فهذا ضروري نختارها عن طريق البروبينج أو عن طريق شي تقديري يعني أنا مو معقولة أستخدم large للبريمولر لا بس الأفضل نسوي نقيس بواسطة البرودينج أيضا عندنا إنحناءات مختلفة اللي هو الكيربيتشر كل السكشنال باند بيهي كيربيتشر يبدأ من نقدر نقسمهم إلى ثلاث تقسيمة سلايت كيربيتشر ميديم كيربيتشر واند هايبي كيربيتشر شلون نختار ببيناتهم هنا نعتمد على السيليكشن أوف ذا ماتريكس باند يعتمد على السيرفايكال أريا يعني المسافة بين السيرفايكال أو الجنجايبال سيت ويالأجيسن توث السن المجاور شلون نختار راح نقسمهم إلى ثلاث تقسيمة نقسمهم أول شي من يكون عندي ثن يكون عندي ثن يعني المسافة أقل من مليم بين مواضح هنا بالصورة تكون المسافة أقل من مليم بين الجنجايبال سيت والأجيسن توث هذا نختار ستريث أو لو كيرب باند وأيضا إذا جان إحنا حشينا إذا كان عندنا نيجاتيب لا نختار من يكون بحدود مليم نختار السلايت كيرب منه لعدنا السلايت كيرب أغلب البنز الموجودة عندنا هي سلايت كيرب الميديوم كيرب هي تنقسم بين البالودينت وتنقسم بين الأ cancelled Ama وأيضا الهايلي كيرب تنقسم بين الрах Tang والبيئو القليط البيوفيت من بايوكير من بايوكير من بايوكير من بايوكير من بايوكير من بايوكير لأن راح تكون هاي ستريت وراح ما ينطيني كونتاكت بشكل صحيح فلازم أستخدمي أما السيدل ماتريكس لكن ما أستخدم القراسة أو أستخدم البايوفيت فروم بايوكلير حتى أحصل كونتاكت بشكل صحيح زين السؤال هنا إذا كانت عندي كونتاكت أو السيرفايكال أريا أكثر من مليمين إذا كانت بحدود 3 مليميتر شنسوي بيش حالي هسه منيجي نجاوبها إن شاء الله نجي أحد عوامل نجاح الكونتاكت هو الوجز الوجز كلش مهمة استخدامها كلش مهم أيضا أحد عناصر السكشنال بانت هو لازم الوجز عدنا كلش هواي أنواع وجز عدنا الوودن وجز الخشبية عدنا السيليكون وجز من الترادينت هذي الوجات العدنة وأيضا عدنا من بايو كلير كلش هواي نوعيات نجي إلى وظيفة الوج شنو وظيفة الوج أول شي وظيفة الوج وظيفته ينطيني يفصلي بين الأسنان هذي أول شغل يفصلي بين الأسنان يفصلي بين الأسنان من أخلي بانت راح تتجاوز التجاوز 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 مع البانت فكلش مهم نستخدم وجه البريروجينج مهم جدا ينطيني سيباريشن وأيضا شنو بعد ينطيني أدافتيشن مثل ما نلاحظ بعض الصورة اختيار الوجه بشكل صحيح ينطيني أدافتيشن للماتريكس من ينطيني أدافتيشن هذا راح نمنع نمنع الأوفرهنج وأيضا جود كونتور نحصل فضروري جدا هنا نختار الوجه بشكل صحيح أيضا البريروجينج أنا قبل الكافيتي بروبريشن أسوي بريوجينج شنو فوعد هذا البريروجينج؟ أول شي سوي سيباريشن حتى نحمي الأسنان مرات هذا الجيسنت عندي أيضا يحمي لي الجنجبة من البليدينج وممكن من نسوي دمج للجنجبة وأيضا يفيدني يفيدني أيضا نحمي السيرفايكال انامل حتى نمنع ضربات النامل فضروري جدا نحميها أثناء البريروجينج بالوجه فالبريروجينج كلش مهم أثناء الانتر بروكزومال رستوريشن بعض الأحيان نحتاج أن نسوي كوستمايز للوجه لأن هذا الوجه يكون الهايت مالتا جدا عالي ممكن يسوينا ديفورميشن للبان ويسببنا مشكلة فضروري جدا أنه ننتبه أنه يكون هذا البان الوجه مختارين الهايت بشكل صحيح أنه ما يكون أعلى من السيرفايكال زين سألت سؤال أنه شلون أتجاوز الثكنس مال الباند دكتور آني عندي باند 75 مايكرون شلون أتجاوز هذا الثكنس أو 50 مايكرون آني إذا خليته وخليته وجه أنه الوجه ما شون أضمن أنه هذا الوجه ما يسوى لي separation فأتجاوزه باستخدام الرنز الرنز وظيفة الرنز طبعا كل شهواية عندنا الرنز وظيفة الرنز هي separation وظيفتها تفصلي بين الأسنان أثناء الشغل من أشتغل كلاس 2 هذا الرنز يفصلي بين الأسنان كملت لكلاس 2 من أشيل الوجه واشيل الرنز راح ترجع separation وبالتالي راح أحصل good contact and tight contact فمهمة الرنز هي separation and also adaptation and stabilization يعني ثبت لي الباند ومكانه وأيضا هو separation مثل هنا هاي الصورة الرقم واحد وإذا يضغط لي على الأسنان فإذا يسوي لي separation هذا separation حتى يسبب لي حتى يقللي يعني company say يعني نتجاوز thickness للباند فواضح هنا دكتور واضح هنا دكتورتنا يستخدم دكتور في الرنج فشين تدير تحاول أن هي توسع الأسنان شوية على بعض فإنت حتى لو حطيت باند كانت الباند thickness متاحها أو مقدارها كانت أغليضة شوية مش حتى تأثر بشكل كبير لأن أول ما تسحب الرنج حترجع الأسنان وتمسك في بعض فهنا يعني تتجنب قصة open contact وتتجنب قصة أنه يقعد لك فراغ ما بين السنتين لو كانت الباند كبيرة دكتور هنا السؤال يقول هل كل الرنج اكتف وتقوم بهالوظيفة ولا مش كل الرنج تقوم بهالوظيفة طبعا مو كل الرنج فمهم جدا أنه نختار الرنج يكون السابريشن مالتا جدا عالي لأن أغلب الرنج الموجودة بالدينتال ماركت هي ما بيها سابريشن فقط أدافتيشن شون نتجاوز هذا الشي لازم نختار الرنج بشكل صحيح قوي ويفضل أن يكون براند حتى ينطيني القوة الكافية أن نسوي سابريشن فأساس نجاح أي كونتاكت هو السابريشن فورس يعني ضروري جدا أنه نعرف لذلك بمرور الزمن لازم أي رنج أستخدم أسوي له ريكتيفاشن نعمل له ريكتيفاشن لأن هذا نيكل تيتانيوم بمرور الزمن راح يفقد هاي الفورس فضروري جدا أنه نسوي ريكتيفاشن رينج ريكتيفاشن حتى نسترجع هذه الفورس حتى يسوي لي سابريشن حتى تكون الكونتاكت مالتي صحيحة ومتجاوزين الثيكنس أو عرض السكشنال باند يعني الدكتورة هنا يبسط في الموضوع أنه بعد فترة من استخدام الرينج ضروري تضغطه شوية وترجعه زي ما كان لأنه حيفقد المرونة متاعه وحينفتح شوية فهو فقد وظيفته السؤال هنا يقول عزيزي هل السيليكون أو الرابري رينج تعتبر مثالية في هكذا أنواع غير الميتال رينج أنت تعرف أنه في بعض الرينج معدنية معدنية فقط هل تقوم الرينج المعدنية بالوظيفة ولا نحتاجه لرينج زي مثلا الجاريسون رينج ماتريكس باند ولا حقيقة أغلب الرينج الموجودة بالأسواق خاصة الصينية هي ما تشتغل تشتغل فقط ماتريكس ما بيها أي سبريش وأيضا يعني هل يسألني أنه شنو أفضل رينج أنا ما أعتبر هتسويق لكن هذا الموجود بالصورة من شركة دين سيبلاي هذا اعتبر من أفضل الأنواع وأيضا ينطيني أداب أيضا شركة بايو كلير عدهم دبل فورس رينج هذا كل مهم ينطيني لأن البان بايو كلير بحدود 75 مايكرون فتكون كل تيكنا في عالية فنحتاج أنه أعلى فأيضا الشركة غيرسون هؤلاء شركات عندهم رينج جيدة أما البقية حقيقة لا تعمل بشكل صحيح يعني حبيبي ليس في الخسارة أنك تشري رينج غالية أبدا أبدا لأن أساس أي كونتاك تكون بشكل صحيح وتايد كونتاك هي الرينج فمهم جدا اختيار الرينج بشكل صحيح ويكون ضروري جدا لأن كل المثل الموجود الصيني والروسي هو مجرد مجرد يعني زملاء من غروش الخيصة لأن هذا فقط للتثبيت لا يقوم بالسيبر الذي يحكي عليه الدكتور فحاول أنك تشتري الرينج المثالية دكتور بعد سؤال متقطع سريع ممكن يشوفون يعني إذا الباند طلع بسهولة فهذا معنا أبن كونتاك على أغلب أبن كونتاك فأني أحتاج أنه من تكون السيبر فورس هذا راح يحشر الباند بين الأسنان فما يطلع بسهولة فالمفروض عندي رينج يكون بشكل صحيح وأكتب أيضا حبيبي ملاحظاتك على الوج لحطك تشتغل بالوج الربري السيليكون يفرق معاك الوج الخشبي على الوج السيليكون يستاهل الموضوع أن نشري الوج السيليكون الغالي ولا ما يستاهل بالنسبة للج بالنسبة للوج هو الوج الوج وهو ينطيني separation أعلى وينطيني adaptation أعلى لكن استخدام الوج الخشبي تمام أكيد الاناتوميكال الاناتوميكال لازم يكون الاناتوميكال فضرورة جدا أن يكون استخدام الوج الخشبي في بعض الأحيان لكن بعض الشركات مثل بايو كلير نحنا ما نقدر نعتبرهم active وج بس يعني جيد والادابتيش ما لاتهم جيد فنقدر نستخدمهم ونستخدم rings بها separation عالي حتى نتجاوز thickness ما للباند فممكن نختار الاناتوميكال وجز أو نختار السيليكون وجز الغالية أكيد يعني هي بها separation أعلى وادابتيش أفضل أكيد يعني نحنا حتشينا بالprepreparation والكاف دزاين أيضا من أحتاج Class 2 أحتاج فشي اسمه Evaluation of the interproximal walls تشوفون هنا الكافيتي مالتي وكأنما بوكس هذا نستخدم للأمالجام سابقا حاليا لازم نسوي interproximal clearance شنو أقصد بالinterproximal clearance هنا إذا استخدمت بالclass 2 للcomposite من راح أخلي باند راح يصير بي deformation وأيضا ما راح ينطيني حرية أن أتحكم بشكل صحيح بالcontact point فأول شي deforcing هذا الماتريكس بهذا المكان راح يسبب لي deformation أيضا deformation راح ينطيني wrong contact شو راح نسوي always we should remove this bocal and lingual walls يعني نفتح الcontact bocally and lingual وأيضا المرجن of the preparation لازم تكون outside of the contact point يعني نفتح المرجن وأيضا نسوي لها finishing and peveling ضرور جدا الfinishing والpeveling هنان راح ينطيني mini retention يعني أنا من أسوي extension للbevel bocally and lingual راح ينطيني الretention أكثر للbeveling multi وبالتالي max exposure معناها max bonding string فشنو لازم يكون البند نخليه passively ما بي أي force أخليه مباشرة يقعد بالسن طريقة سهلة ما ما كو أي فورس حتى نتجنب deformation أيضا قبل أي استخدام قبل ما نخلي bonding وأيضا قبل ما نخلي كوم بازم نسوي customized customized للبند يعني ندفع بإتجاه adjacent 2 لأن عادة أن تكون هذه المنطقة open وضروري أنه ندفع بإتجاه adjacent 2 مثل هنا لها الصورة الواقعة الخطوة هذه بشنو نقوم بها دكتور بعد ابنك نعم بارنشر مثلا بأي أدا نقوم بها نحن لا نقدر نقول بارنش نقول customized customized adaptation للماتريكس هنا إذا كان طبعا الصورة يكون صعب الادابت فضروري نحتاج separation أعلى أنا عادة أستخدم الشركة تور بيم 50 مايكرون أو شركة الترادين تعدهم بانت كل بانت كوستمايز ما تكون أسهل وأبصل جميل آخر يعني ممكن متعلقة باللونجيوتي وال فوف دا رستوريشن هي الفنيشن وال بولشن هنا أنا لازم نسوي كلوزل تشيك فنيشن بولشن أنا مراح أشتي بي البوستيري هو بسيط جدا عادة نفضل يكون الآن بنسبة إلي أستخدم الانهانس بير الانهانس بير فرم دين سي فور فنيش اف ماي كومبوس أستخدم الانهانس بير أما إذا تقول لي أستخدم دايمون أو أستخدم كاربايد لل فنيش ل كومبوس لا أكيد أستخدم الكاربايد لأن الكاربايد راح ينطيني smooth surface وهذا أيضا راح يقليل لنا المارجنال الليكيج وهذا راح يزيد لنا بعدين بالتالي معنا لونغ ساندين رستوريشن فلازم ننتبه للفنيشن يكون فينيشن بشكل صحيح حتى نحصل عمر الحشو يكون أكثر وأيضا الفنكشن تكون أفضل الآن راح دكتور نشوف إذا أكو أسئلة قبل ما أبدأ بالكلين الكيس له شنو أنا من رأي إنك تشوف الكيس وبعتين أخده أسئلة وللاش رايك كيف ما أنت تحب يلا هسا الكيس الأولى عندنا هنا كيس ممكن نشوف طبعا هاي الكيس نزدت قبلكم يوم أرتكول بستايل تاريان هنا البيشن جاني عنده كلاس 2 بال 5 وعنده أيضا كلاس 2 بال 4 وعنده أمل قم بها لكيج شنو ال ال دايغنوسيز أخدنا أكس رايز أخدنا فوتوغرافي نشوف شنو المنجمينت هنا شنو فاعدة هذه الخطوة هذه الخطوة تفيدني أنه ممكن بعض النقاط هذي تعتبر ال موضوع بين المنجمين ممكن إذا أقدر نبهي أثناء المنجمين ممكن تفيدني وأيضا تفيدني بعد ما أسوي المنجمين ممكن هذي أعتبرها فنكشنال سبوت فكل مهم أنه أسوي حتى أعرف أنه هذه هي مهم حسنا يعني ببساطة دكتور هنا ياخد في عضة قبل ما يبدأ للمريض بحيث بالله بعد أنك رجعنا الصورة بحيث أن العضة هذه تبين أماكن التقاء الأسنان ببعض فهو قدر المستطاع يحاول أثناء يحاول أن يتجنب هالأماكن لو لم تحتوي على تسويسات لماذا؟ بحيث أن الأماكن هذه فنكشنل يعني وظيفية بحيث أن العضة تكون على الأسنان ما تكون على الحشوة الشيء الآخر لو أنت أجبرت أحيانا أنك أنت تزيل هذه الأماكن ومحاول ترجعها ما ترجعها بشكل عالي جدا بحيث أنك تلقى نفسك في خطوة الفينيشينج والبوليشينج تنزل منها والأناتومي ستتعب من أول وجديد وحتلقى نفسك تضيع في وقت هكذا يكتون الكلام أم لا صحيح صحيح تمام تمام الآن بعد هذا أول خطوة لنجاح أي حشوة وننفعل إزوليشن بشكل صحيح وراء نعمل الكافيتي مثل ما تشوفوا هنا رعاون داين انجلز بفولد للبوكال انجل وولز كل بشكل صحيح أيضا الخطوة الوراها البرويتجينج البرويتجينج هنا شنو يفيدني أول شي راح أحمي الربر دام مرات أحتاج أنه أسوي كافيتي ديزاين أو راح تاج بعد البرويتجينج فأنا حامي الربر دام وحامي الجنجب مكانها أيضا يسوي لي سيباريشن بعض الأحيان أحتاج سيباريشن وأيضا يحمي لي السيرفايكل لأن هذا السيرفايكل أثناء البرويتجينج ممكن أطخ بالبيرز وممكن يسوي لي وممكن يحصل وما ممكن أنه استرجع بشكل صحيح تماما هس الآن الخطوة البعد سويت جعلت وضعت كلهم ليش ليش أنا خليت هذه أول شي حتى استغل الوقت وأيضا نمنع الكنتامي أنا من أشتغل مثلا بالفايف حتى أمنع البوندينج أو الاسد إتش يروح على الجيس وأيضا ضروري من يكون عندي باك تو باك رستوريش أنا أخلي دبل بانت حتى تكون هذه المسافة بين آتهم مور سيمتريكا فضروري جدا أحفظ هذه السبيس مور سيمتريكا فالخطوة البعد سويت ستابل 5 نمبر 5 5 5 فهنان الرنجز وظيفتها مو ساپريش وظيفتها فقط اشتغل و ساپريش نعم الخطوة البعد ها كمنا 5 الآن وننتجة شن الرنجز الباندز الباندز قلنا تحفظ الوقت وأيضا تحفظ للسبيس مور سيمتريكا حتى أضمن أنه الباندز ميروح بإتجاه الكافيتي حتى أضمنها بالوسط الكافيتي مكانها صحيح الآن إذا ألاحظ أنه أنا شنو سويت بهذه هاي تبس بين الفور والفايف شلت الوج ليش حتى ما أقلل بين الفايف والسف يس تريك جميلة حلو زملائي لاحظوا هنا في الدكتور دار حاجة وهذه الناس اللي كيف بادية تشتغل الدكتور لما حط back to back ما رجعش الوال والوال في نفس الوقت فهو رجع جدار ومن ثم سحب الباند ورجع الجدار الآخر لأن لو خلى two ماتريك باند back to back ورجع الجدران في نفس الوقت هيقعد عنده فراغ الفراغ هذا open contact نسخ 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 ستنتبه أنا مهتم بالسفر لأن السفر عب هو أساس نجاح أي contact وتكون tight contact فلاحظ أنه أي back to back أنه أشيل الباند الأول وأشيل أي شي عيق السفر فلذلك أشيل البقية أشيل البقية ممكن أنا سابقا كنت أعمل مثلا أخلي double ring على البر open contact يعني لأن separation تنمنع فضروري جدا أنتبه لهذه النقطة نفس العملية رجعنا لل 4 4 أي ضح الوج والring بين 5 وال6 حس ما أقلل separation جميل هس الآن حو كل class 2 إلى class 1 هنا 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 ممكن أنه أنا أخلي TF ويرجع لي patient أسوي isolation جديد وأسوي sand blasting وسوي silenization وأكمل composite يعني شنو silenization يعني أنا أريد أضيف composite قديم على composite جديد على composite قديم شنو اللي يهمني أول شي يكون الكمبوزت نظيف وأيضا أحتاج البلغ هو silen ننظف السوي sand بلاست نسوي acid H فقط لل enumal بعض الأحيان إحنا ما نحتاج acid H لل composite لأن لا يعمل الكمبوزت وأيضا ننظيف silen اللي هو coupling agent وراء ننتظر 20 ثانية لأن silen هنا يعتبر هو primer وراء ننظيف bonding agent البوندين agent هنا تلفت الدراسات أنه يعمل أو ما يعمل هو بكل أحوال نحتاج الويتبولتي مالته يعني الغطوبة مالته وأني أفضل أنه ما نسوي light cure نخلي طبقة قليلة من الكمبوزت ونسوي بعدها curing هذا راح نضيف كومبوزت على كومبوزت هذا في حالة لو أني وضعت TF temporary feeling وانتقل بعض الأحيان الفيشن يتعب من الجلسات ومن الأسنان الملتبل أو back-to-back restoration أنا مسوي لدين تين ضروري جدا لأن كل الموجودة عدنا هي عادة متعلقة بالدين ما فأنا أتعامل وأتعامل بإنمال فقط لأن دين تين مسوي لبلوك فراح نتخلص من كل المشاكل يعني أنت مخلي اللمسات الأخيرة في آخر جلسة فقط أكيد 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 هذا طبعا بعض الكيسات ممكن الكيسات ممكن إذا كنت تملك الوقت طبعا أحسن أنك أنت تكملها في نفس الجلسة أكيد أكيد الآن بعد ما عدنا كلاس ون حولنا تكملنا الأناتومي هنا سيمبل الأناتومي فنكشنل الأناتومي فنكشنل كونتاكت نجي نفنش بشكل صحيح هنا قبل ما أشي للربر دام حتى أشوف بشكل صحيح وأيضا أحمي الصف الشو أوف الشو يعني ما يعني سيف الشو أوف الشو صورة من زاوية أخرى لشوف الدكتور الدزاين دزاين أوف الرستوريشن هذا الدزاين رح يقلل لنا الضغط على الرستوريشن يعني قلل لنا الضغط على هذه الرستوريشن فكل مهم أنه تكون الرستوريشن دام وهنا متابعة بعد ثلاث أسابيع نشوف أنه كل شي هيلثي كل شي مكان الكونتاكت شكرا لك الكونتاكت تكون جدا قوية لكنها قابلة للتنظيف يعني ممكن أن نسوي لفلوسين قوية لكن قابلة للتنظيف ضروري جدا حلو دكتور يا بالله بعد إذنك نبي نعود لهم النقطة الأخيرة هنا في البت يسألوا في عليها باختصار الدكتور هنا قال لنا أول نقطة بتديرها أنك بتحاول ترجع لكلاس 2 وكافيتيز إلى كلاس 1 يعني بتحاول أنك ترجع لبروكزيم الوال في كل سنة واخذينا الطريقة اللي حكينا عليها والدكتور ركز لنا على قصة الادابتيشن وقصة السيباريشن ضروري تستخدم رينج تحاول أنها تبعد الأسنان بحيث أنك تبني الجدار بشكل صحيح ومن ثم أول ما تفك هيرجع الجدار قوي وماتين تايف كونتاكت أي كونتاكت مشدود جميل هنا أضفلنا نقطة ثانية وهو لو أنك وصلت لآخر الجلسة رجعت كل الأسنان عندك كلاس 1 كافيتي ولكن معاك أنا تبنيه أنك أنت ترجع تبنيه شيئا فشيئا أنت محتاج مازال وقت كافي لتكمل البناء والدكتور لا يملك الوقت ما الحل الحل أني أنا حنحط TF على المكان ومن ثم في تاني جلسة ممكن نكمل لكن في حاجة مهمة لو وضعت TF أحيانا يكون عندك الدنتين يعني الدنتين بمعنى أنه مجابه للأورال كافيتي فشن يصير هنا أنت عندك ممكن تصير البيش ممكن يروح للحوش بألم ممكن اطيح TF من المكان فأنت قعدت في مشاكل أخرى فدكتور شن قال يحط في طبقة من الكمبوزت بحيث أنه يعزل الدنتين ففي المرة الجاية شن حيكون عنده يكون عنده جست كومبوزت في المكان وإنامل مش حيكون عنده دنتين نكيد مش حيكون عنده مكشوف جميل باهي في المرة الأخرى هل ممكن أن الكمبوزت يمسك في الكمبوزت يس نعرف ودكاترتنا أن الكمبوزت هو يعني ممكن أنه يتمسك في بعض لكن في تركيز صغيرة أضافها لنا الدكتور قال أنك لا تحاول أنك تعمل لأن الدراسات لا أثبت أن فعال بشكل كبير على الكمبوزت ممكن نستخدم الساندي بلاستي ما هو هذا الذي مثل الأنبوب يرش في حبيبات رقيقة مع الماء الحبيبات هذه تخذش في الكمبوزت ومن ثم ياخذ في صيالين ويضع فيه على المكان الصيالين هذا يحاول أنه يحسن الارتباط الصيالين هو ومن ثم يضع الكمبوزت فوق الصيالين ومن ثم يضع الكمبوزت فهنا الكمبوزت ممكن أنه يمسك في الكمبوزت بكل قوة ومثالها إذا كان في أي تعليق بالطبع أهم شيء بالكمبوزت نحتاج الكمبوزت وهو السايلين السايلين هذا نستخدم البنير والإن دارك رستوريش نفسه مو السايلين السايلين هذا السايلين هذا هو يعشق كومبوزت بكومبوز هذا طبعا اختلفت الدراسات بس هو ضروري ضروري جدا لإضافة كومبوزت على كومبوزت سواء جديد أو قديم ضروري أما إذا كان بنفس الجلسة صار كونتامينيشن لا هنا حسب أنه صار ممكن نضيف فقط بوندين أو مجرد مجرد أن نعيد الاسد ونكمل ما نحتاج السايلين هذه اختلفت الدراسة بس إحنا إضافة كومبوزت على كومبوزت وراء ما تعبر 24 ساعة ضروري ضروري جدا نضيف سايلين سايلين ذن بوند صحيح نعم طبعا أكو بعض البوندات تحتوى على سايلين لكن هذا لا يكفي لأن هذا نحتاج pure سايلين يعني سايلين ايجنت واحدة يجب فالأفضل أن يكون pure سايلين واضح واضح الكيس الثاني أيضا أيضا كلاس 2 نفس الشيء الكلوز 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 نلاحظ الكابيتي بروبريشن أوتسايد يعني أنا فتحت البوكل أن لينجو والول هنا ماتريكس خلينا ماتريكس طبعا الوجين ضروري جدا للسيل والسايل والأدابتيشن جميل هنا سايل هنا حول الكلاث 2 إلى 1 simple 1 زيان إذا ما حولت الكلاث 2 إلى 1 اشتغلت أنه layer 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 وكملت المشكلة الصير عندي المشكلة أنه ال راح يكون بي طبقات وشرنك طبقة وشرنك فهذه المسافات التي انتركت من نتيجة الشرنك ممكن بعدين أنه يصير بي هلكج ومن يصير بي هلكج راح يصير recurrent كريز ومن يصير recurrent كريز راح تفشر الحشوة فضروري أنه نخلي ون راح أشوف ها في الفيديو ون لها نسميها centripetal pull-up technique يعني نحول ال class 1 إلى class 2 إلى class 1 class 2 لاحظ أنه يجب أنه يجب أنه يجب أنه لاحظ زملائنا هنا وكل الناس المحترفة في عالم الحشوات لاحظ أنه كل الناس تشتغل من نفس الكنسيب أنه class 2 convert to class 1 على طول لا تحاول أنك تبني سنة من البداية حاول أنك ترجح وخذ وقتك في الـ build-up خذ راحتك في build-up نجي هنا أيضا كيس back-to-back illustrations pre-waging مثل ما قلنا الـ pre-waging مهم نحافظ على الجنجبة نحافظ على cervical وأيضا نسوينا separation بعدها سوينا isolation قلنا أساس كل restorative dentistry هو isolation بعد الـ isolation سوينا pre-waging مرة ثانية pre-waging هنا أعتبر ك-try-in للوج هنا استخدم bioclear وج هنا شنو أقصد بت-try-in أشوف هل الوج full the space or not يعني هو مالي لل space بشكل صحيح أو لا هل هو loose or or not بعدها نسوي back-to-back restoration هنا عندي tricks من يكون عندي back-to-back restoration أبدي mesial أو أبدي بال distal أو أبدي بال small cavity أو large cavity القاعدة أو نحن ما نقدر نعتبر ها قاعدة نكون من الأسهل إلى من الأصعب إلى الأسهل نبدأ من يكون عندي small cavity كنا نعرف أنه يكون الشغل بالكلاستو أصعب يعني لذلك نبدأ بال small cavity وراء نتوجه إلى large cavity ليش لأن large cavity نتحكم أكثر باسترجاع ال contact بشكل صحيح فضروري أنه نبدأ بال small cavity وننتهي بال large cavity حبيبي تبدأ بطبقة تتلوء بالcomposal صحيح؟ هذا أحكي الآن ال snow float تكنيك أحكي بالفدي نعم فهنا إذا كانوا نفس الحجم أبدأ بال distal cavity وأرجع للميش الكافي لماذا أبدأ بال distal cavity لأن distal cavity أصعب كشغل بال واسهل بال فأخلص distal cavity أفنش مرات إذا أحتاج finishing وأرجع للميش الكافي فهس إذا كانوا نفس الحجم أبدأ بال distal وأرجع للميش كانوا واحد كبير واحد صغير أبدأ بالصغير وأنتهي بالكبير لأن الكبير يكون كونترول أكثر نفس الشي separation هنا أنا زلت أي شي منعلي separation between the teeth جميل استرجعنا لتلاس الانتر proximal wall لل first molar وراها شن سحب الباند الماتريكس الماتريكس الثاني خلينا فقط باند لنها مسافة كل شي كبيرة لازم نشيل الباند ونبقي باند واحد ونرجع الرنج لأن هنا احتاج أيضا separation بالله هذه خلي نعلق عليها دكتور دكات رتنا لاحظ الدكتور علي شين مركز هنا مركز علي حاجتين sectional matrix band بحيث ان هي تعطي الكونتور والكونتاكت الصحيح ومركز على الرنج بحيث ان هي تدير separation وتبعد الاسنان علي بعض انت احيانا لما تضع sectional matrix band تشوف ان هي full adapted الفكرة من الرنج ان تبعد الاسنان علي بعض ونقطة جدا مهمة من ان بكري الدكتور يحاول ان يكررها تبعد الاسنان علي بعض التوسيعة هذه تحاول ان هي تصنع الكونتاكت صحيح فحاول ان ك بتهمل هذه الخطوة ومتحط الاند بمفردها لان مش حتتحصل على الكونتاكت او الالتصاق الصحيح تفضل دكتوري هنا نفس الشي استخدمنا بين 4 و 5 سارجعنا كلاس 2 كمناهم لأن هنا small cavities رجعنا قطر الدكتور باين أن الدكتور نقطع البث من نستن لحظة ونرجع بإذن الله دكتورتنا الصوت واضح معاي ولا مقطوع مني البث لو أن الصوت واضح معنا بلغوني بس بحيث أني نعرف سلام عليكم دكتور انقطع منك البث تقريبا انقطع منك البث دكتور يلا ارجعلي بالراحة عليك تمام دكاترتنا دكتور راجع بإذن الله أقل من دقيقة إن شاء الله ويكون معنا ماشي أمانة تريكس جدا رهيبة نتمنى من الزملاء بس تدونوها فحاجات جدا مهمة حاول تدونها بحيث أن لا تريح منك لاحظ الدكتور هنا مركزين الدكتور علي والدكتور الحسني في مفات لاحظ أن مركزين جدا على موضوع المترجم من الحاجات جدا جميلة التي ترجع لك الكنتاكت صحيح حاول بقدر الإمكان لو حاب أنك تحترف في عالم الحشوات حاول بقدر الإمكان أنك تتبعد على المترجم العادية في حالات تكون عندك الكنتاكت صحيح يلا دكتور معي نسمع فيك ومركزين على حاجة أخرى دكاترا وهي قصة السيباريشن بالرينج لو كانت الرينج موجودة حاول قدر المستطاع أنك تستخدمها فالرينج ليس لتثبيت الباند إنما الرينج تحاول أنها تدير السيباريشن أو توسع الأسنان على بعض فحاول أنك تركز على النقاط لأن هذه من أهم النقاط في الحشوات التي تتحصل بها على كونتاكت صحيح لأن في كلاس 2 زي ما نعرف أن الكنتاكت من أهم الأمور التي تسترجع ها لأن لو مريضك رجع لك بفراغ ما بين الأسنان أنت هنا تحول الحالة لمشاكل أخرى مشاكل ومشاكل هلو مجر دكتور عام دكتور علي الشير أنا سويت شير للمحاضرة شير يمك تمام أفتح للمحاضرة تمام الآن تمام الآن افتحت المحاضرة ايه افتحت لسه ما وصلتني ش قل نستنى شوي دكتور هل في حاجة بين عليكم ولا مش بين دكتور علي يطرو فيك الشباب ما شاء الله بارك الله وفيك علي وجودك اليوم مع التريكس الجميل اللي يعطي ها لنا دكتور في حاجة بين علينا في الشاشة ولا أنا مش بين علي شي هل بين عليكم حاجة من المحاضرة من السلايدات لا دكتور علي أغلقها ورجعها مرة ثانية بعد أنا محتاجك بس تسكر المحاضرة دكتور أساسا ماشي تغلق النافذة متاع المحاضرة وترجع تفتحها مرة ثانية بش تنزل لنا يلا خذ وقتك دكتور طبعا الدكتور علي أحد في كورسات الحشوات في العراق فهذا سرقنا منا محتوى الكورس مجانا سمحنا دكتور علي فللأمانة بارك الله فيها لتلبية الدعوة معنا وجزاء الله كل خير في حضورها معنا وشكرا لوجودكم حتى أنتم معنا وسامحونا على هذه الربكة اللي صارت خذ وقتك دكتور تمام الآن خلي نشوف برضو البعين في مشكلة في الوقت دكتور لربما أنت دخلت من اليوتيوب ما دخلتش من الفيسبوك المشكلة المحاضرة ما قاعدت الرفع ما عرف لي شنو خلل أنت درت شير للسكرين صح أي شير سكرين شير سكرين حسنا حاول تأخذ شير نجرب ونشوف نفس المشكلة مش مشكلة دكتور ممكن أنك أنت تطلع من عندي أساسا ماشي وتغلق المحاضرة أساسا وترجع من أول وجديد في الخطوات من البداية ماشي نجرب إن شاء الله نشوف ما المشكلة فدكاترتنا أمانة أغلب الناس اللي يشتغلوا كويس في عالم الحشوات مركزين على هذا الموضوع أنك أنت في كلاس 2 ما تحاول أنك ترجع السنة كلها في مرة واحدة حاول أنك أنت تقلب السنة من كلاس 2 إلى كلاس 1 ومن ثم تأخذ وقتك في البلد أب نطة ثانية كررها دكتور محمد الحسني وكررها دكتور علي المسعودي وهذه أمانة غايبة علينا كلنا اللي هي أنك أنت تاخذ تاخذ تشك على العضة قبل ما تبدأ بحيث أنك أنت تتجنب أن يكون عندك هاي كونتاكت أثناء البناء يعني الأماكن التي تشبه فيها العضة في مكان على السنة المكان هذا حاول أساساً أنك أنت لا تحول أثناء الـ وحاولت حاول أنك لا تبني شي زيادة عن اللزوم بشكل أعلى لأن سيسبب لك مشاكل وعند تحاول تمسح فيه من الـ وحيط لك جداً وحيتعبك فبرضو من النقاط المهمة يعني الحشوة أو دقة الحشوة تتمثل فيه شيئين مهمين الشيء بالرينج المناسب ليس الرينج الرخيص الموجود في المحلات حاول تأخذ رينج غالي بحيط أن يعمل السيباريشن السيباريشن هذا يساعدك أن يرجع لك كونتاكت تايف وكونتاكت صحيح برضو نقطة البرينج جداً مهمة أنك قبل أي وقبل ما تقوم بالكلاس 2 وقبل ما تحول أي تسوس حاول أنك تضع وجات في الأماكن الوجات هذه تجنباً للضرر السفلي اللي ممكن يصير على اللقطة وعلى الإنامل اللي موجود بالأسفل السيرفايك الإنامل الشيء الثاني البرينج لو أضعت الوجات من البداية تركبها أول ما تحط الماتريكس بانت تدخل معك لكن لو مش حاط الوج أنت من البداية لو ربما الماتريكس بانت يصير لها ويتغير شكلها وإنت منزلها قبل أساساً ما توصل لأن أساساً أنت مجموعة نقطة ثانية مهمة سأل على الزملاء قبل شوية الدكتور تناول ها باختصار وهي وهي تبع البوندينج يعني تبع الأدهيجن في مجموعة تبع نحن عندنا دو تبع نستخدم في حالات لما يكون عندي كافيتي ديب في الدنتين اللي هم الجينيريشن السادس والجينيريشن السابع تمام خلي نشوف الدكتور تقريبا نوصلنا يلا دكتور أنا معك لحظات خذ راحتك دكتور تمام الآن لا للأسف نفس المشكلة مش مشكلة دكتور عادي مش مشكلة نجاوب على الأسئلة آه تمام دكتور رأي طلعت تمام تمام هسي أوكي اي أنا هكي شايف وشايف الشاشة زي الفوت خذ راحتك يلا حلو الكيس الثاني اللي عدنا الموجودة الآن ديب مارجين إليفاشن أول ما اجي الفيشينت نفس البروتوكول ومعنى خطة أول شي أخذت أكسري شنو اللاحظ الأكسري شنو المشاكل أول أول شنو ديب مارجين والثاني الشغلة عدنا مشكلة أنه بالبون لبل فهذا ما ممكن أن نعمل مباشرة أن نقدر نسوي ديب مارجين فشنو عملت فتحت سمول فلاب فلاب صغير جدا سوينا كوريكشن للبون زلنا يعني ديب مارجين حتى نعمل ديب مارجين مباشرة أنا فاتح فلاب أثناء ما فاتح فلاب وضعت رابر دام حتى نسوي كونترول للبليدين وكونترول للهوميدي أيضا تمام هنانا بعدها سوينا بريوودجين كل كيس نحتاج بريوودجين حتى أول شكرا تحكمت في البليدين ركتورا والنزيف اللي صاير قدرت تحكم فيه الربر دام بس هو يبقى يعني يبقى فشي بسيط للفلودز فهذه ممكن نسس نسيطر عليها الآن نعمل ديب مارجين إليفايشن للفير ست مولر شلون نعمل هنا استخدمت سادل ماتريكس سادل ماتريكس استخدمت وأيضا استخدمت التفلون التفلون هنا فايت أن يسوي لي الادابتيشن للماتريكس وأيضا يقللي الوزين أوف فلودز يعني من أفتح الفلاب عادثا يصير أوزين للفلودز فأسيطر على الهوميدي داخل البوكس هنا ما هو أسيد إيج بوند وراء البوند أخلي بسيط وأخلي باكبول كومبوز هنا مثل هنا سوونا طبعا بعد الاندو سوونا ديب مارجين الآن لدينا سربيكال آريا نحن نحتاج أن نسوي سترين قتل التوث فبشنو نحتاج يعني الدكتورة هنا بس رفع المارجين لأعلى شوية فقط ومازال بكام الشر نعم هنا نحتاج لا ممكن أن نشتغل كومبوز للسيكس فنحتاج نتوجه إلى السيكون مولر السيكون مولر لماذا استخدمت هنا سيكشنال ماتريكس حتى أحصل كونتور انتر بروكزمال وول أحصل كونتور حتى أسهل العملية إلى التكنيشن الدينتل حتى يسهل عملية الكونتاكت استرجاع الكونتاكت تمام بكاترتنا هنا لحظة الدكتور عندما يحكي إن دايريكت يعني يأخذ طبعا للسنة ويبعت للمعمل ويرجع لبلوك سيضع على المكان على طول ستثبت في المكان دكتور أعذرني غير بعض الناس منقطعة وهكي لربما ما تفهمنا شو ماشي نريح نريح سبب اختيار إن دايريكت لأن إن دايريكت صعب أن يمسك في هكذا وضعيات صحيح هنا إن دايريكت مستحيح أو صعب جدا أسترجع كونتاكت بشكل صحيح ما راح أسترجع كونتاكت بشكل صحيح وأيضا هنا نحتاج أنه نقوي السن الفيرست مولر نحتاج لأنه يصير قوي فنحتاج أنه قوية تتحمل الفورسز وأيضا نحمي الكسب هنا نحتاج كسب فضروري جدا نحمل إن دايريكت سيراميك رستوريش وهو الإيماكس حاليا فناخذ إمبريشين مثل هنا طبعا ورا كل دي مارجن إليفاشن ناخذ بايت وينغ حتى نشوف إذا أكوزايد بالكومبوزيت نزيله ونعمل يعني نشيل أي أكسس ماتوريال هل قبل الطبعة تقوم بحاجة معينة دكتور جهز في حاجة معينة فينيشينج أي حاجة قبل الطبعة أي أكيد نحن نسوي بتحضير أنا عادة أتجنب تحضير الكراون دائما أتوجه إلى فهنان بعد سبوع أو ثلاث أسابق سار هيلين تشوف المارجن المارجن هنا أعلى من الجنجفة فهنان بسهولة أن نوضحها بالإمبريشن ونرسلها للمعمل أو المختبر ويرجع لنا رستوريشن اللي هي الإيماكس رستوريشن أو ليثيوم دايسي لفيت رستوريشن ونعملها الصاق يعني طبعة بعد أساسا بعد الهيلينج بعد ما يصير استشفاء للتا أكيد حتى نمنع أنه المتروح للبون أو متروح باتجاه الهيل تشو جميل جميل دكتور هنا أخذنا المتروح صبوين الإمبريشن دا تلاحظ هنا الكونتاكت الشون رجح التكنيشن هنا رجح بشكل صحيح كونتور وأيضا البناء البناء بالسكتشن الماتريكس حرية ومساحة أنه يسترجع الكونتاكت بشكل صحيح هنا بعد ما رجع لنا الرستوريشن رجعت لنا من المعمل أو المختبر سوينا أيضا ايزوليشن مثل ما الإزوليشن هو الكي of the sexies of any رستوريشن هنانا تراي وهنانا أيضا دا تشوفون الكونتاكت كل اشتايت لأنه حصلت الكونتاكت وحصلت هيلثي تشو أيضا حمينة تشو وحصل سوين سترينجث حتى يصير رستوريشن بالشكل هذا أم تتقرر أنك أنت تنزل شوية من اللتة وهي جنجيفل أكوزيشن وأم تتقرر أنك تنزل شوية من العظم تحت اللتة حالقيقة هذا المفروض انقيس البيولوجيكال هو بعد البون يعني البون عن السيرفايكال فهذا المسافة لازم تكون أكثر من مليمين المسافة تكون أكثر مليمين لكن تقريبا 90% أو 95% من الكيس هي ما تحتاج مجرد مجرد ونكمل فنسبة الكيس التي تحتاج مجرد هي جدا قليلة بس نحن لازم نحسب حسابنا أنه بعض الكيس سونا راح نسوي البيولوجي وهذا راح يسوي إلنا جنجايفل وسبب إلنا مجرد دينتال فبعض الكيس قليلة جدا نحتاج البون نسيح في العظم نسيح 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 نعم أيضا هنا كيس كلاس 2 نفس الخطوات بالضبط ريو وج ماتريكس هنا نسيح هنا نسيح حتى نسيح نسيح للسنستيف لأن نعرف أنه دينتين عادة هو سبب رئيسي من نسوي الاتش يسبب نسيح فأنا أغلب الكيسات أستخدم بوندين أسيح فقط حتى أسيطر على ال هنا 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 تحدي هنا تحدي 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 حوالنا لكلاس 2 إلى كلاس 1 وهنا كمّلنا الاناتومي وهنا تلاحظون أن الشكل أو الديزاين ما للفلنج رح يقلل للستريس هنا ال فنش وال فل لكاترتنا لاحظوا الدكتورة هنا استخدم حاجة مهمة وهذه جل الأطباء يستخدمون فيها وأمانة في ناس مش مركزين على هالموضوع دائما لما يكون عندك ديب كافيتي ما تحاول تعمل إيتشينج على الدنتين من أسفل فأعمل سيلكتف إيتشينج ما معناه أنك أنت تضع الإيتشينج على الإنام السيرفس من أعلى ومن ثم فترة معينة ومن ثم تستخدم بوند يسمى يونيفيرسل بوند تضع في كل المكان تستخدموا في البوند هذا يحتوي على إيتشينج خفيف يعني ما يعملش في بنتريش كبير ما هوش للبلب فممكن تستعمل هالطريقة طريقة جدا حلوة وتباعدك على البوست أوبرتف بين والألم ما بعد الحشوات جميل أكيد أكيد هنا أنا أيضا نفس الخطوات سوينا أوبرتف كلوزال تشيك هنا نفس الخطوات هنا أنا ما تريكسين هنا أنا تكنيك استخدمت طبعا حولنا لكلاس 2 نفس الخطوات بالضبط حولنا لكلاس 2 إلى كلاس 1 سمبل كلاس 1 هنا نقطة بعد إنك تمام نقطة تانية دكتور تكاترتنا هل صوتي مقطوع عليكم ولا لا اكتبوا في التعليقات بعضين كم نستنوه لحظات بإذن الله تمام دكتور يلا معاي تمام تمام قلت لك أرجع لي بنقطة دكتور نريد نوضحها لزملاء تكون الماتريكس باند موجودة تمام خليني في النقطة هذه دكتور لكاترة في بعض الزملاء يحط الماتريكس باند بالوضع هذا يشوف إنها مقفلة الماتريكس باند وجدا جميلة فكرة الدكتورة هنا ليست فكرة الدكتور إنك تضع الرنق من أجل السيباريشن بحيث إن الأسنان تبعد شوية على بعض بشتعطي الكنتكت الصحيح فهذه نقطة جدا مهمة لأن خصوصا في وجود بيئة السيكشن الماتريكس باند وغالية الرنق أو مش غالية نشوف أن أغلب الأطباء يستخدم في الباندات من غير الرنق فهذه نقطة جدا مهمة حاول تركز عليها زملائي فضل الدكتور التي تتم الدكتور عنا يعني ممكن أن يجربون بهذا حالة يجرب ما يخلي الرنق ويسعيد الكنتاكت مجرد أن يشيل الباند رح يلقى open contact ستطلع بسهولة أكيد وأيضا راح هذه 50 مايكرون أو أكثر فهذا أيضا open contact فضروري ننتبه لل separation هنا نحن هنا حولنا Class 2 Class 1 هنا هنا سويت Dainty and Sealing Low Stray Material Flawable Composite بحدود نصف مليم وسوينا بلوكينج لل Daintynal Tubules هذا ممكن أنه إذا عندي أكثر من توث ممكن أن نعمل TF وبعدين نكمل الفلنق بزيت ثاقية أو ممكن نكمل أنا هنا استخدمت FMT تكنيك بواسطة الدكتور لويس حردان تحياتنا إلي Pult Crustrated Material نقطع الأسنان نقطع Pult Fade Composite نقطع الكمبوزيت ونقرب التقطيع الكمبوزيت يعني بعد ما سونا Deep Cutting للكمبوزيت قربنا الكمبوزيت Adaptation طبعا هذا One Shot Composite لير واحدة وقطعناها نخلي ممكن Flowable أو Stain حتى نملي هاي الفراغات اللي بقت بين الكمبوزيت هذي نسميها Fast Modeling تكنيك يعني مش محتاج اني نطلع بلايرينج نوع الكمبوزيت هذا زملائي هو بالك في الكمبوزيت ما معناه هو الكمبوزيت اللي يستحمل اني ننزل فيه خلال مرة واحدة نحط حتى أربعة ملي فهذا التكنيك اللي يحكي عليه دكتور دكتور ينقطع عند البث حيرجع لنا شاء الله في سامثنج عند إخوتنا في العراق يباين انه تيار الكهربائي وما عنيش فكرة يلا دكتور أخذناك بعين من المحاضرة الشيقة لأن الستريم يارد ما قاعد يتحمل حجم المحاضرة أكثر من 2 جيجا لأن الصور أغلبها رو يكون حجمها بجمزين كبيرة لهذا يفصل علينا صح الآن السكرين وابحة السكرين يس يس دكتور دكتور البولك في الكمبوزد هل فيه مشاكل في الشيط سليكشن ولا ما يوجهش فيك في مشاكل أكيد بمشاكل بالشيط لأن الشركات يتجهون أن يكون شفاف من يكون شفاف حتى يعني لديب بارت لذلك أغلب بيها مشاكل بالشيط لكن نستخدمها يعني فونك أن جو يعني نجعل 4 مليمات 5 مليمات يعني نسوي لها ونرجع نكمل لير أكيد أكيد ون شوت أو يعني 2 شوت كل كافي أنه يكون بحدود لأن هذا بي light initiator أكثر ويكون تجه نحو الشفافية لذلك light يوصل يعني لديب parts ويسوي full curing ويكون shrink جمال تأكيد أقل نفس الكيس هنا نفس الخطوات بس هنا عندي في هذا الكيس تيكس هنا بريواج ماتريكس شنو المشكلة صارت عندي هنا المشكلة أنه أثناء ما خليت الرين أثناء ما خلينا الرين صار عندي separation ففقدت cervical fit يعني هو يسوي cervical fit شنو سبب هذا الفقدان cervical fit فقدان سبب أن separation عالي صار الوج لوس يعني فقد separation مالته فهذا لازم شنو أختار وجه حجم أكبر لأن separation هنا أيضا نفس التكنيك هنا حولنا class 2 class 1 و استغلنا FMT fast modeling technique one layer finishing and polishing و نشوف هنا final result healthy restoration good contact اللي هي هدفنا الأساسي بكل restoration function and also longevity اللي هي long standing restoration طبعا من أهم الأمور دكتور علي في قصة الفتنس cervical من أهم الأمور لو كان عندك magnification تقدر تكتشف الفتنس متاع الباند cervical لو كنت لا تملك magnification أنا من الناس اللي اشتغلت بمagnification بسيط في البداية أول ما نحول المagnification ونشوف في السنة بالنكد آي نحس إن الماتريكس باند فت من أسفل يعني الجنجبل من أسفل فت الماتريكس باند على السنة أول ما نلبس اللوب نحس أنه في جاب موجودة ما بين السنة وما بين الماتريكس باند فحاول إنك يكون معاك magnification لتكتشف هذه الأخطاء سريعا دكتور قبل ما تبدأ في الشغل المتاع 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 يعني نعتبر نقلة نوعية لأي طبيب أسنان جدا 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 لأن أغلب الكافتيز اللي نسويها هي بها sharp angles وأغلب الكافتيز هي بها كريز لنحن ما نشوفها بالنكد آي وأيضا الممكن أن يصير ويصير مشاكل ويصير كلها ما نشاهد حقيقة بالنكد آي فضروري أنصح أي طبيب أسنان أنه يعني يشترف شيء الماغنيفكيشن سواء يدي بلوبس ومستقبلا ممكن أنه يأخذ مايكروسكوب إذا الله مكنه بس هو ضروري جدا استخدام الماغنيفكيشن يعني نشوف فيه أكبر استثمار ممكن يستثمر الطبيب في نفسه بصراحة أكيد أول شي حافظ على صحته صحة فقراته صحة الكيس الكيس ال direct meet indirect هم أيضا لازم أشرحها وشلون هنا عدنا amalgam بال 6 بيها leakage وبيها overhang أيضا ال 4 وعدنا 5 breakdown بال cusp شنو سبب الbreakdown مع العلم أنه استخدم Composite شنو السببب أنه ممسوي reduction هي mainly related to the planning فالخطة هنا ما كانت صحيحة أنه الاختيار restoration وأيضا الاختيار ال casual coverage هنا close check هنا isolation هنا isolation هو الآن يعتبر gold standard لأي restorative material هنا شنو عملت عملت matrix matrix ليش عملت matrix لأن أنا من عندي direct و indirect أول شغلة أبدي بال direct compost أخذ impression و دزها للمعمل أو المختبر يعمل لي indirect حتى أنطي مساحة أنه يسترجع لي الكنتاكت بشكل صحيح وأيضا استخدمت هنا sectional matrices حتى أنطي good contour حتى أنطي مساحة أيضا يسترجع لي الكنتاكت بشكل صحيح جميل هنا immediate dentine ceiling سوي ceiling لل dentine هنا حذرنا indirect restoration ما حذرت full crown حذرت partial coverage full coverage for the cusp لكن حافظنا على التليط wall حتى نطي more strength لل tooth فدائما نخلي بالي أنه أتعامل مع indirect restoration بشكل صحيح أيضا بعد ما خذنا impression رجعت إزول وسوي cementation ده نلاحظ أنه الكنتاكت بشكل صحيح وأيضا حصنا strength for the tooth هنا أنا أيضا case نفس الprewoodging والcavity preparation والcavity design والإزول كل بشكل صحيح تكون matrix separation and adaptation هنا نذهب إلى 4 شن الوج بين 4 وال6 هنا نحن simple anatomic طبعا نعم هنا نلاحظ أنه أيضا healthy و محافظ على الجنجبة والконتاكت بشكل صحيح خلي تكاتر هل صوت واضح عندكم ولانين قطاع فقط الدكتور من عندي ما الأخبار محافظ 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 حسن ورغم إستنى الدكتور يرجع لنا بإدن الله بإدن الله حظات بإدن الله ويكون معنا في دكتور اسألني المغنيفكيشن المغنيفكيشن هو عدسات التكبير جدا نقلة نوعية ننصح بها كل طبيب كانت أول مغنيفكيشن لوب اقتنيتها أنا ذاك كان سعرها ممكن 600 دولار فكانت تعنيلي في بداية الوقت ونحس أن المبلغ جدا كبير أول ما جربت نشتغل به لم أحبت الوضع لأنه تتعود عليه في المغنيفكيشن تتعود عليه تبي اسبعين وثلاثة شهر أول ما تتعود على المغنيفكيشن ستكتشف أنك كنت لم تشتغلش نهائي ستكتشف أنك لم تكن تشوف أساسا في التفاصيل الصغيرة التي هي غايبة عليك فحاول بيقدر الإمكان أن النقطة لا تريحهاش وحاول بيقدر الإمكان أن النقطة هذه تكون من الأولويات من الأولويات التي تتعودها في بالك يلا دكتور علي معي دكتور واضح الصورة من يمي واضح الآن نشوف فيديو واضح الصوت دكتور كير دكتور واضح هنا نعمل سامنجل بري وود من inclusion من حيث اوراي بري وود وجنجت بشكل صحيح اثناء زيادة بري وود إنه ايضا أعتبر كثير عالعين بسيط بالبح cam الان هي محافظة المنزل وايضاً ما نسوي لها نخلي بعدها ايضاً بلقفول نسوي الدابتاشن بشكل صحيح هذي شنو راح تخلي لنا وكأنها ما امترش الماتيريال يعني راح الكمبوزت اللي فلاو بالكمبوزت يدخل لنا أماكن ما ممكن البياكبول يدخلها فراح ينطيني جود رتانشن فور the restoration يعني وذاوت لايت كيور دكتور تضع اللي فلاو بالكمبوزت ومن ثم تضع ويحصل بالضغط العالم نعمل لي الـ point shot pulp full restorative material يس الحمد لله هنا Juni نسوي adaptation modeling للموبزت للمقلس 2 شوف هذي الحركة انه هني سميها المقلس 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 بعد ما راح نزيل الرنگز نشيلي الباند حصننا كلاس 1 الان نبدأ باللييرنج هنا أنا مستخدم لييرنج ادابتيش للكمبوزيت مملكة الحصر المحل مختلفة مختلفة للغذر والوظهر والوظهر والوضف و يجب أن نقوم المغذر المشكلة المؤسد 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 المترجم للقناة 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 تحاول انك تتباعد على اليتشينج بالسكس والسيبن جينيريشن في البوندينج سيستم حقيقة اللاينينج تحت الكمبوزيت ما بي اي فائدة قاني بالنسبة لي عندما اكون قريب عن البلب استخدم السيبن أو السيبن جينيريشن بوندينج كلش كافي انه راح يكون يحافظني على السيبن لان احنا السيبن عادة تجي من الاسيت ايج فاني اذا ابتعدت عن الاسيت ايج لذلك انا ما راح يصير عندي سيبن اما من يصير عندي الاكسبوجر انا عادة الاكسبوجر تقريبا 90% من الكيسز هي افتحها عنده اما اذا كانت ممكن نسوي كابينج بواسطة الامتي اي كلش كافي اما كلاينينج تحت الكمبوزيت ما نحتاج اي لانينج تحت الكمبوزيت لان هو الاتيزي هو يعتبر سبلاينج وممكن اكو بعض انواع البوندينج مثل شركة كوراري بفلورايد ريليس كلش كافي انه يجعل سوي لي سبلاينج فنهائيا ما استخدم اي جي اي سي او اي لانير تحت الكمبوزيت دا كاترتنا خلونا متفقين في هالكلام ان كل المدارس الحديثة النيو فاشن في الريستوراتف دي بارتمنت انك انت متحطش ولا حاجة تحت الكمبوزيت ولكن في نقطة مهمة نبع لها الدكتور انك تستخدم النوع السادس او السابع الجينيريشن سادس او السابع من البوندينج اي جين مضمونة مضمونة انك لا تضع ايتشن ايتشنت على الدنتين الايتشنج جاست على الانامل من اعلى فهذا مضمون السكس والسابع جينيريشن يعني انت مش هتخاف من السنستيفيتي لو انك انت اتبعت هالطريقة اكي 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 دكتور سؤال جميل لو لم يتوفر عندنا الساند بلاستي ماشي الامر بحيث اني نخشن الكمبوزيت القديم شين نقدر ندير بالضبط للكمبوزيت هذا في الريبير ممكن نستخدم يعني بنضع كمبوزيت على كمبوزيت ممكن نستخدم بيرز فيشر بيرز او دايموند بيرز اني دايموند اللي تخشين الكومبوزيت وتنظيف الكومبوزيت كلش كافي ورا نسوي تنظيف بواسطة الكحول ايتانول كلش كافي ورا نستخدم السايلين كبولينج ايجنت تمام دكتورة من الجزائر هي مش معانا باللغة الانجليزية تسأل شين معنى شرينكش شرينكش دكتورة هو ان الكمبوزيت كان بحجم معين اثناء اللايت كور ينكمش ويقل الحجم هذا ما معنى شرينكش نعم تقلص تقلص تمام هو على فكرة البلدان العربية مفروض يوحدوا لنا الدراسة يا دكتور علي يا اما بالعربي اما بالانجليش احنا بالعراق عدنا ميكزد انجليش وعربيك يعني حتى في ليبيا كذلك حتى في ليبيا كذلك تمام هنا في حالة تمام سؤال جدا جميل دكتور شين البروتوكول المتبع اللي تتفاذى تسمم حشوة الامالقام عند ازالتها سواء للمريض انت تعرف ان الامالقام يطلع في فيبر سواء للمريض وسواء لك انت شين افضل حاجة ممكن تديرها تركب الربردام للمريض قبل ما تتحول شين ممكن تدير والله هو افضل شي الربردام isolation and highly suction نستخدم سكشن جراحي او ممكن highly suction ممكن يفيدنا لان هو ازالته ممكن يسوي contamination للمريض وممكن يعني سببنا مشاكل طبعا هذا ما مثبوت علميا لكن احنا الازالة نحاول نتجنب الازالة بدون الربردام يفضل ان يكون الربردام واحنا نستخدم الprecautions ممكن الفيس ماسك والقضايا الاخرى وفي بعض الشركات طبعا طلعت اجهزة evacuation اجهزة شخصات الكبيرة وممكن كل شيء ممكن تساعد في سؤال مهم هنا دكتور وهو امانة يقع فيه كل الاطباء اللي كيف باديين مرحلة الشغل كيف تتجنب العضة الزائدة احيانا تقوم بعمل سنة جميلة اناتومي جميل كذا بسبب العضة الزائدة تخرب كل الاناتومي اللي انت صنعتها كيف تتجنب هذا الكلام؟ هذا اول شيء لازم احتاج معرفة جيدة بالاناتومي بتكون عندي معرفة انا اسوى ترينيج على الاسنان المقلوعة يعني خلي نغيرولك السؤال بالسؤال الثاني هذا حيجاوب دكتور كيف تعلمت الاناتومي بشكل مزبوط؟ التدريب، اساس كل شيء هو التدريب انا اجيب موديلز، دينتل موديلز، اجيب ماني كانز، اجيب اسنان مقلوعة او اشتغل عليها، الحد ما اعرف الاناتومي بشكل صحيح ودائما اخلي بالي ان اخلي صورة للناشرالتيت واحاول اطبقها، لان هذا راح يخلي انه بالبالي يبقى الدماغي محفوظة صورة للكوركت اناتومي وايضا التكبير مهم، من استخدم مايكروسكوب واستخدم لييرنج، واستخدم الاناتومي بشكل صحيح استعادة الاناتومي بشكل صحيح، اكيد ما راح يطلع عندي هاي سبوت او ان طلع يطلع كلش قليل، فايضا نحتاج انه ويل ناون اباوت اناتومي تمام، دكتور في حاجة هنا، هلو انت طبيب ممارس مفيد ليك التدريب على الاسنان المخلوعة او مش مفيد ليك؟ اكيد طبعا، احنا التدريب انا لحد الان اتدرب على اسنان مخلوعة احاول انه ازيد مهاراتي ازيد المعرفتي بالاناتومي فاكيد التدريب مهم لأي طبيب اسنان بغض النظر عن العمر والخبرة والشهادة نصيحة لكل طبيب هذه معلومة امانة استقصدتني نسئلها للدكتور نصيحة لكل طبيب مهما وصلت البروفيشنالتي واحترافيتك انك تكون من الناس اللي يركز على تدريب على الاسنان المخلوعة تفكر فيه دكتور مصري صادفني كان عمره ستين سنة فاسألته سؤال اثناء ما كنت في دولة مصر اسألته قلت له دكتور هو لو كانت عندنا سيفير كيرفيد كانال فجاوبني رد علي قال لي بصين براس هو انا امس كانت معي اكستراكت التوث باشتغلها بسيفير كيرفيد كانال فانا استغربت جدا يعني قلت له دكتور انت بهالعمر انت حاليا بروف تشتغل علي اكستراكت التوث قال لي يس فالشاهد عليها الكلام كل الناس اللي حسيت هنا تشتغل باحتراف كلهم يشتغلوا علي اكستراكت التوث وحاولوا ينموا مهارتهم فهذه حاجة جدا مهمة وحاول انك ما تهملهاش اثناء اوقات فراغ في العيادة تمام وايضا اذا ممكن انا صافحتي بالانستجرام انشر دائما فيديوهاك على الانتومي وعلى الكلاس 2 وهذا مستمر بهذا الشيء وان شاء الله الله يوقفنا هننزر رابط الصفحة دكتور على اللايف بعد اذنك بحيث انه يلقع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا كلش هو انشر فيديوهات تعليمية وان شاء الله عندي مشروع قادم ان شاء الله عندي مشروع قادم بعون الله ان انشر بعد اكثر على كافت زاين وعلى اللايرنج ممكن يستفادوا من عنده ان شاء الله اللهم بارك إن شاء الله هنا البلقفل هنا في سؤال بالله يعود يقولنا دكتورة البلقفل تمام دكتورة هنا في سؤال متى نستعمل التوتال إيتش ومتى نستعمل السيليكتيف إيتش هنا أنا بالنسبة لي أعتمد على الفايتوليتي أوف ذا توث أنا من عندي اندو تريت التوت ما تفرق عندي أنه أستخدم وأيضا تعتمد على الجنريش اللي أنا أستخدمه أنا إذا أستخدم فايف جنريش أو إذا أستخدم مثلا سيفين جنريش إذا كان عندي نون بايتل توث ممكن أعمل توتال إيتش يعني كمينبيرسل أو إذا كان بايتل أكيد أنا راح أسوي فقط سيليكتيف إيتش على إنامه لكلش كافي خصوصا حتى ديب نيس الكافيتي دكتورة ما يكون الكافيتي فيري ديب قريب من البلق حتى هو حاول تركز جدا بإنه ما يكون نعم فهنا نعتمد على الجنريشن العذني أو في بوند وأيضا نعتمد على الفايتاليتي أو في توت جميل دكتور سؤال مهم هنه قديما قرأنا أثناء مرحلة الـ 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 قرأنا إننا في الكلاص 2 نستخدمه في ساندي ويش تكنيك حطوا الكلاص أي نمر ومن ثم نبنوا بالباكبال كومبوزيط اليوم استبدل الـ الـ الكلاص بالقلاص أي نمر هل أنت ممكن في حالات معاين نستخدمه في الـ الكلاص أي نمر في الكلاص 2 ثم نبني الباقي بالباكبال كومبوزيط يعني نبني الباقي بالباكبال كومبوزيط أو مش ممكن والله يعني أنا أشوف هذا جداً شي خطأ لأن الـ الـ بوندينج مالته يعني بحدود 8 ميجا باسكال يعني جداً 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 ضعيفة أما شنو فائدته ما أعرف يعني لأنني إذا أسوي سيلينج لـ بسطة البوندينج فما أشوف أي فائدة لأي استخدام للـ يعني أنا إذا أريد أستخدمه أستخدمه صراحة أستخدمه كـ تي أف أما أستخدمه كـ ما أعتقد هو الفكرة كانت قديمة دكاترتنا وفكرة الآن موحيت لماذا؟ فكرة قديمة بحيث أن فيه موستشير وفيه كذا لكن اليوم الربر دامولوجي والربر دام منتهي الموضوع فأنت تقدر تحاول تعزل المكان كويس الكمبوزيط جداً رائع في المكان نعم أكيد خذ لك التعليق هذا دكتور دكتور يا ريت حضرتك تعمل كورس في ليبيا سأجلبك دكتور علي والله لي الشرف وإن شاء الله إن شاء الله سأزوركم إن شاء الله يعني يما مؤتمر أو كورس وإن شاء الله تمام دكتور كيف meva لابد أن Tribunal á الإلتراسونيك سكيلر الإلتراسونيك يأتي بعض التبز بها دايمون هذي أفنش المارجن فأي أنسابورتد إنامول ممكن نزيلها وأيضا ممكن أنه نقيس التكنس أي ثكنس للكاسب أقل من مليمين أو مليم ونصف وهذا يعتبر أنسابورتد وأيضا أي إنامول أي إنامول ما بيدم دينتين ما هو يا دينتين فهذا يعتبر أنسابورتد بيدينتين فهم لازم إنشيله تمام يلا خذ لك يا دكتور الناس كلها زعلانة والجزائر تاني تبي كورس حتى هي دكتور علي إن شاء الله بالأيام القادمة لا لا إنسان مجدد وتستاهل إنك تلف الوطن العربي كله شكرا شكرا بلد العراق لا تحتكر أطباء العراق فقط لبلدكم والله أحد أسباب نجاح الأطباء الأسلام بالعراق هو ما أحد يبخل عليك بمعلومة لأن أغلبنا واحد يتفاد من الله من المعلومات عموما هكي نقدر نقول أخدينا كل الأسئلة بارك الله وفيك دكتور علي أنا ممنون جدا 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 نيابة عن كل الزملاء اللي معانا أمانة تعليقات جدا حلوة وتعليقات جدا مشجعة إطراءات جميلة فأنا نيابة علي كل الزملاء أنا ممنون ليك حبيبي لوجودك معاي وشكرا جزيلا للمعلوماتك القيمة اللي أضفتها لنا فبارك الله فيك أسعدني وجودي واقم والله أسعدني جدا بالعكس نيلي سعيدين بك جدا ونيلي سعيد بوجود كل الزملاء من كل البلاد العربية تحية طيبة لكل الحضور الكريم رمضان جمعنا وحاول يقرب ما بين كل البلدان العربية أمانة أقعدنا نحس في خلال هالشهر أن نحن عائلة وحدة تخيل أنا الطبيب السوري والعراقي والأردني والفلسطيني والليبي والجزائري والمغربي والتونسي والمصري الكل في مائدة وحدة فليني كل الشرف بوجودكم معنا تحية لكل المحاضرين جزاك الله وكل خير دكتور علي وتحية طيبة لك وتحية لكل أهلنا في العراق نلتقي بإذن الله لبركة الله في لايف آخر في حلقة أخرى ودومتم في رعاية الله بركة الله فيك سلام عليكم شوفكم بخير إن شاء الله شوفكم بإما